اهلا بكم هذا يوم هام للغاية في عالم الاسنان في معلومتين شديدي الاهمية والحقيقة الاتنين يعني ملفتين للنظر جدا المعلومة القولة بتقول ايه؟ انه تساوس الاسنان له تأثير كبير جدا على اداء تأثير خطير على اداء لاعبي كرة القدم ونجوم المهرة في الكرة العالمية الدراسة دي اتعاملت على 187 لعب دراسة اتعاملت على 187 لعب فين؟ في كل الاندية اللي في البرائم مليج في الدولة الانجليزية منها مثلا هال سيتي، منشستر ينايتس، ساوس هامتون كارديف، شيفلد ينايتد، حتى برة انجلترا واستهام، كل دول اتعامل عليهم هذه الدراسة ولقوا ان حاجة غريبة جدا بعد لقوا انه ما يقرب من أربعة من أصل كل عشر لعبين محترفين عندهم تساوس في السنان ولقوا ان واحد من كل عشرين لهم او عنده أمراض لسة غير عادية ومزمنة وصعبة العلاج على حد تتعبيره الدراسة قالت انه هناك علاقة وصيخة جدا بين تناول المشروبات الرياضية المحفزة للرياضة وبين هذه الآلام وهذه المشكلات لان المشروبات الرياضية لقوا ان لها تأثير خطير جدا الحمض الموجود فيها له تأثير على مينة الأسنان وبالتالي هيؤدي هذا الحمض الى مشاكل عديدة جدا طبعا المعلومة التانية المهمة وبرضو متعلقة بالعب في الكرة انه مشاكل الأسنان وألمها تؤثر على وجع الظهر تؤدي الى مشاكل في الظهر مشاكل ايضا في العنق فقراتها الغنقية ولقوا ان العدم الانخلاق الجيد للأسنان يؤدي الى مشاكل في الرأس في العنق في الظهر وبالتالي ماشية الانسان هتبدأ تتأثر لو عنده مشاكل في أسنانه الله ده موضوع كبير جدا ده السنان يعني الدراسة بتقول انه أمهر لعبة كرة القدم في العالم يتأثر أداءهم بأسنانهم ده الموضوع في المنتهى الأهمين تعالوا النهاردة نعيش مع عالم الأسنان وعندنا النهاردة قصص مهمة جدا جدا وهسأل ضيف العزيز هل هذا الكلام مع الناس اللي عندهم رياضة عنيفة بيأثر عليهم فما قالك الناس اللي مش رغضيين أكيد هيتأثروا أبعاد أبعاد هذا الأمر ضيف العزيز هو واحد من الباردين جدا في هذا المجال وأداءه الفني والعلمي المقنع جدا فرض نفسه بأسلوبه الخاص وبطرح المتميز الخالي غالبا من زي ما بيقوله الفليفرز لكن مليء جدا بالمادة الدسمة العلمية التي تؤثر بالتأكيد في مفهوم الناس والثقافتهم حول عالم طب الأسنان الاسم المتميز اللامع في هذا المجال وانا بابا مستمتع بصراحة يبقى هنا نجاح بنسبة 100% للخطط العلاجية لأنها ما تمش فيها الضحكة على المرجو ايه العوامل التانية غير الأشعة المقطعية في الأجهزة اللي ممكن تساعد نوع الزرع على نفسه ويفرق ولا لا التكنولوجي الأجزاء دي عايزة أفهمها مني عشان أقدر أديله كل العلم اللي عندي ووصله لنتيجة مش سهلة زي اللي بيسمعها بره لأن المريض بيجي لك بره يقولك أنا سمعت أن أنا هخلص على طول على الوقت أي دكتور بيقول أن أحدث جهاز في الزراعاء أدرس بيها الأشعة المقطعية بس أنا أرهنك أن الأشعة المقطعية ما بيتورهوش الشفاف بتتحرك إزاي ما بيتورهوش الليسة لونها إيه وحجمها عامل إزاي الليسة دي تخينة ولا رفايعها سادة دكتور قيمة أنها بتفرق جدا في التركيمة النهائية الأستاذ الدكتور كريم إبراهيم زميلة الكلية الملكية لتجميل الأسنان جامعة إيدنبرا استشارة تركيبات السبتة لتجميل الأسنان المدرب المعتمد ببرنامج الزمال الدولي لتجميل الأسنان دعيف العزيزة الخيمة العلمية المتميزة لسوء دكتور كريم إبراهيم أهلا بيك يا دكتور أهلا وسهلا بنورني عايزة أبدأ الأول قبل فيه سؤالين مهمين هابدأ بالسؤال الأول إيه رأيك في الكلام نحن قلناه دلوقت زي ما بنقول أن الرياضيين فعلا بيتعرضوا للطف لايف ستايل زي ما بيقولوا أو يعني لايف ستايل ما فيهاش الرفاهية أو الوقت الكتير اللي يقدروا يحافظوا فيه على أسنانهم بالتالي لازم يهتموا بأسنانهم أسنانهم بتؤثر في حياتهم وبتؤثر في الكارير بتاعهم بشكل كبير أنا عندي في مصر لعيبة كرة كتير جدا كان في فترة بيهتموش بأسنانهم دلوقتي معظم لعيبة المنتخب بنقابلهم وبنشوفهم نحاول نخلي وضع أسنانهم في وضع جيد ورغم ضيق الوقت عندهم يعني ممكن يبعنده معسكر ويهرب من معسكر ساعتين ويجلن عشان يقدر يخلص أسنانه بس يعني في النهاية لعيب الكرة طول مشاكله كويس ويهي تصحته كويسة بيقدر يكمل حياته بشكل كويس واجعل أسنان من أشد الوجع اللي ممكن يعرضه التوقفات ويعرضه المشاكل في ظل كارير ما ينفعش يتوقف فيه بالشكل ده عزيم عايز أبدأ الأول على سؤال التاني بقى السؤال المهم التاني سؤال يعني فني شوية احنا في مصر ما عندناش فكرة انه المريض يدخل يسأل دكتور على الشهادته ما عندناش فكرة انه المريض يدقق في شهادة الدكتور تدقيق محترف تدقيق حقيقي احنا بنشوف شهادات متعلقة على حيطة كتيرة متبروزة كويس نظامها المكتوب الإنجليزي وليل منها المكتوب العربي فبنقول والله ده شيء جميل هلو جدا برافو وشهادات كل ما تكون عادتها أكبر كل ما انا هبه مخصوط وعن السيقه أكبر واحد مننا يكون محترف شوية او فاهب شوية فيداءة فإلى ان مظلم هذه الشهادات ليست شهادات ولكنها اي شيء اخر غير الشهادات ممكن تكون مثلا حاجة تدل على انه حضر في مؤتمر في حتة الكلمية لكنها متعلقة على انها شهادة يعني ايه رأيك في الفكرة دي؟ والله دكتور ايمن انا وحضرتك ياما تكلمنا في نقطة الشهادة دي وياما نبهنا ان كل واحد لو اشتغل في المجاله بالشكل اللي يليق به هيبع الوضع هيتغير بشكل كبير بالذات في المجال الطبي حركة ندية ان اللي يقدم برامج طبية مفروض لازم يبقى طبيب عشان يقدر يحاور انا اتبع صوتي اه بالضبط يعني لان انت لو مش طبيب هتحاور الدكتور اللي قدامك لا لازم يكون بص هو لازم يكون فيه ثلاث حاجات اولا يكون طبيب ثانيا لازم يكون شاطر ثلاثا لازم يكون كاريزمة اعلامية يعني بيعرفك ايه صحيح يعني عارف دوات الاعلام درس اعلام يعني ده ده دي دراسة لازم تاخد كاريزمة اعلام صحيح ثم يكون بدون تحيس او توجه معين وفيه نقطة كان يكون عنده الجرأة انه لما يحس ان الكلام مش ماشي في التراك الطبي وماشي بيزنس بيوقف الدكتور ويتكلم معه اه 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 ما يكونش عنده تحيس معين يعني ايه ما عندهش تحيس معين يعني ما عندهش تحيس لشخصية معينة او لحد معين او عامل حكري لشيء معين في التراك بتاعه وده مهم قوي فبالنسبة لنا في المجال الطبي نفس القصة انا لما رجعت من انجلترا لمصر لقيت معظم السيفيهات اللي انا بشوفها سيفيهات وهمية اما فيها الشهادة تدل فاحنا لازم نقول ان طول ما شهادة الدكتور موجها من الجامعة تعني ان الدكتور ده حصل على شهادة محترمة ما عدا ذلك من الخزعبلات اللي بنسمعها في مصر جمعيات واكاديميات وا 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 كل ده لا تعني غير انه حصل على البكاليريوس فقط وده نقطة مهمة المريض ما يتكسفش انه يسأل عنها يعني انا بقولها اوق صريح ما تتكسفش تسأل الدكتور وتقول له ارجوك وريني شهادتك اشرح لي الشهادة دي موجودة ازاي او جاية منين لان دي حاجة مهمة وده حق اصيل للباشنط طب لو تسألوا لا قدامه بتنرفز عليك يبقى الدكتور ده اكيد عنده نقطة ضعفة في الحتة دي ولازم يبقى فاهم ان طول ما الدكتور بيفتخر بشهادته ومبسوط انه بيتسئل عليها دي حاجة عظيمة طول ما بيتنرفز معناها ان دي نقطة ضعفة عند الدكتور وانت دست عليها فريق العمل المتكامل داخل عيادة هل ده يعني انه مباش فيه ليدر فوق فريق العمل والله احنا يعني ما بيننا رين ما بين ان الناس تفهم الفكرة المظبوطة احنا ندينا بكتير ان مفيش دكتور بيعمل حاجة لوحده يعني لازم معاك فريق عمل من المتخصصين عشان تقدر تشتغل بس اكتشفت ان فيه خطط علاجية كتير فشلت وعمليات تجميل وزراعة كتير فشلت بسبب عدم موجود الدكتور الريستوروتيف اللي بيقود المجموعة دي وانحنا هنا وانحنا بنشرح حالاتنا هنوريكو عملي لو الدكتور القائد بالمعنى اللي المريد يفهمه يعني مش موجود ازاي بتعلاج اللي اسه هيغلط ازاي بتعلاج الجذور هيغلط ليه لانه مش شايف الصورة كاملة هو شايف الجزئية اللي بيشتغلها بس فانا مع اني موجود متخصصين في كل التخصصات عشان يقدروا يضل المريد اعلى جودة في كل تخصص لكن في حالة عدم وجود دكتور شايف الصورة كاملة وبيقود كل متخصص انت في خطر لان المتخصص ده مهما كان شاطر في مجاله هيغلط لانه مش شايف صورة الابتسامة بتاعتك كاملة او صورة حالة الزراعة بتاعتك كاملة فبالتالي غلطات متكررة وهنشرح ده عملي النهاردة من خلال حالتنا الحتة اللي كان ممكن المتخصص يغلط فيها لو القائد مش موجود فبنقولها صريحة اوه في حالة عدم وجود الدكتور القائد اللي انت رايح له وقابلته متخصصين بس افهم ان انت عندك خطر كبير ونقطة ضعف كبيرة في الخطة العلاجية اللي تحطيت لك وان هذا برضو للدكاترة في حالة ان انت مش فاضي تتابع الخطة العلاجية اللي بتتم عندك ارجوك افتح اي مشروع تاني غير المشروعات الطبية لان كونك دكتور يلزمك انك تتابع كل الخطة العلاجية اللي موجودة عندك عشان تطلع اعلى جده طيب من ضمن البرينسبال السياف الطبية بس دي زي ما بيقولوا داخل كل طبيب من الجيل بتاعنا القديم انه يتوقع احيانا انه يغلط يعني دي من الحاجات اللي احنا كنا نتعلمها انت لما هتغلط هتعمل ايه لو غلط هل المتخصص عندما يغطئ ده شيء مقبول ام غير مقبول وكيف هتصرف عندما يغطئ والله المتخصص بيغلط لما يعدي الحدود يعدي اللاينز اللي انت هتطالوا انا دلوقتي لما بارسم خطة لفريق العمل عندي انا عندي 18 دكتور فالسيطرة على 18 دكتور انهم ينفذوا اللي انا عايزه دي حاجة مستهلة فاحنا بنرسم خطوط عريضة لكل متخصص انت هتتحرك في الحتة دي واتنفذ لي المنطقة دي بس وبعد كده تسلم المتخصص اللي بعدك او هيرجعلي وارجعه لك تاني وهكذا فالمتخصص في حالة عدم وجود الدكتور اللي بيتابع الحالة كاملة وابتدى يشتغل من دماغه هيفرق جدا لما يغلط لازم يرجع يقول انا عديت الحتة دي ومش فاهم ايه قصرها على المريض فاحنا لازم برضو في الاخر نأكد على نفس النقطة عمل جماعي تيمورك فريق عمل بيشتغل كله مع بعضه لانك لو اشتغلت لوحدك مهما كانت مهرتك هتحصل ان انت عندك نقطة ضعف انت مش شايفها فالمريض في الاخر مش بيحصل على النتيجة اللي هو عايزها ففي الاخر نفس الإجابة عمل جماعي تيمورك عشان تقدر تحافظ على الخطوط اللي رسمها لك الدكتور فتشتغل عليها وفي الاخر كلنا مع بعض نطلع نتيجة عظيمة لو الحالة في الاول ما تدرستش بدقة ما تصورتش صحة ما خدناش وقتنا مع الحالة في تحليلها وتصويرها في ان احنا مفاهمين مشاكلة كلفتنا شوية او ركزنا على مشكلة وسبنا الباقي ايه اللي يصنع؟ والله يا دكتور ايمان انا دلوقتي يعني هعمل حاجة كل ما حد في مصر يسمعها يقول لي يعني دي غريبة جدا مع اني كانت في انجلترا القصة دي ممتشرة انا عملت استوديو تصوير عندي في المركز يعني انشأت مكان استوديو تصوير زي البروفيشنال فوتوغرافرز يعني واضاءات وحاجات وهنوري الناس قد ايه الصور تفرق قد ايه الصورة من الاتجاه ده غير الاتجاه ده يعني انا ممكن اصور صورة وابص عليها تضيعني في البلاد تخلي حالة التجميل مرعبة فمهمة قوي ان انت لازم المريض يبقى عارف ان الدكتور بيدرس بيدرس الحالة بيحللها انا زي ما قلت انا بشتغل على حوالي 21 صورة في الكيس 21 صورة قبل ما اشتغل مع المريض اشتغل على ثلاث فيديوهات ففي حالة عدم دراسة الصور ده وتحليلها بالشكل الجيد وده هنوضحه عملي للناس كل صورة كانت فايدتها ايه وشغلها ايه المريض هيبقى عارف دايما ان هو بيشتغل بايلق او بالحظ يعني انا دايما يجي للسؤال ده هو دكتور انت ليه مكبر القصة كده انا عندي دكتور ايده حلوة جدا ويده تتلفف حريري يشتغل ويطلع لك سنان بيضة وحلوة وزي الفل فاحنا دورنا هنا ان احنا نوري الناس ان احنا مش مكبرين القصة يعني التجميل والسمائل ديزاين قصة كبيرة هي اصلا كبيرة لو ما عملتهاش وركزت فيها مش هتطلع نتائج عظيمة واحنا قلنا هنا وعندي فنانات بيعانوا من تجميل عملوه عندي ناس كتير بتعاني من تجميل عملوه نتيجة عدم فهمك وعدم تقديرك للحاجة اللي انت بتعملها فمهم او ان انت تتعب تشتغل كتير واغلط انا ما عنديش مشكلة ان اي دكتور عندي يغلط في حالة ان هو تعب واشتغل لكن بايلق كده من غير ما تصور العيان من غير ما تاخد له فيديوهات من غير ما تدرس حالته وتغلط انت السبب فيه انت متعمد ان انت تغلط ودي نقطة مهمة هذهب الى الحالة الاولى عندنا حالة اولى مهمة جدا بالضبط الحالة ديت عنوانها الاساسي انه معظم الناس في معصف عندهم كوارث بقفوا بقوهم مش مشكلة واحدة دي مشكلات عديدة وهنا تكمن جملة طبية في منتهى الاهمية هي عندنا في المخ والعصاب لها اهمية اسمها اعادة تأهيل الجسم هل انت عندكم اعادة تأهيل الفم دي دي كلمة صعبة او؟ طبعا full mouth rehabilitation او full mouth rehab ده هي اصلا يعني يعتبر برا في انجلترا يستخدموش ابدا كلمة cosmetic دي نادر لما حد يقول ان الحالة دي تجميل هو كله عنده restorative او اعادة تأهيل الفم full mouth rehab full mouth rehab عشان الناس تفهمها بالشكل البسيط خلينا نشوف اول صورة عنده عشان يفهموا ان اول ما هنشوف الكيس دي هي حالة اعادة تأهيل للفم بيبقى المريضة او المريض بيعاني من مشاكل كتير جدا منها تسوسات منها تصبغات منها خلع الاسنان قديمة منها عدم انتظام الاسنان مشاكل كتير لا تعد ولا تحصى انا مثلا ممكن في الكيس دي اشترك فيها حوالي عشر ده كترة وابتدينا نشتغل فيها انا بشتغل على خمسة واربعين نقطة زي ما بقول فيه ده كترة تانين زي ما قلنا لو في البداية اشتغل على ثلاثة وعشرين يتصفاين جدا بس كان فيها نقطة كتير جدا مهمة قوي ان احنا نشرح طيب الصورة دي اول صورة دخلت الستوديو بتاع التصوير ابتدت تتصور وابتدوا اول صورة يوروا هاني وعشان اوريك يا دكتور اهمية التصوير وحركوا كنت لسه بتسأل على النقطة دي قلت لهم المريضة دي بتتحك عليكم قالوا لي يعني ايه بتتحك علينا يعني قلت لهم انت لو اعتمدت في ابتسامتها على الابتسامة دي هتخسر كتير قوي طب خلينا نشوف الصورة اللي بعدين انا دقلت لها وصورتها بنفسي بص يا دكتور اللي ابتسامة دي اه دي طلعت بتتحك عليهم طلعت مش مبتسمة اللي ابتسامة الاصلية بتاعتها فالدكتور في اللي ابتسامة الاولانية لو جبناهم جنب بعض ابتدى يشتغل على الصور وعلى تحليل اللي ابتسامة هيلاقي ان الصورة الاولانية اللي سه مش بينة فيها خالص فالرجل هيقول ببساطة لو احنا شوفنا الصورة الاولانية اللي ابتسامة الفيك اللي انا بسميها فيك هيقول اللي سه مش بينة عندي فانا مش هشتغل عليها بس لو صورتها صح وعملت لها فول سمايل دي أنا خدتها من فيديو سكرينشوت من فيديو عشان عرف أخذها طلعت بتبتسم وبتباين اللسة بتاعتها فلو أنت مهتمتش بالضبط يعني جامي سمايل قليلة يعني مش جامي سمايل بالمعنى الحرفي بس قصدي اللسة بتباني لو ما خدتش بالك من دي هتعاني من حاجات كتير طيب تعالوا نتكلم على يعني ايه ان أنا أدرس الحالة من اللسمايل لو جبنا الصورة اللي بعديها وابتدينا نركز عليها عشان دي أول حاجة ببص عليها في المريض يعني دكتور تاني أول ما يبص على الحالة يقولي يا نهر أبيض دي أنا حالك كل الأسنان دي ازاي أنا هجهز بقى الأسنان وبتري اشتغل وعمل الأسنان بيضة وخلاص وما يفهمش ان فيه حاجة اسمها الديزاين أول حاجة دكتور أيمان بنبص عليها في الحالة حاجة اسمها الميدلاين الخط الوسطي اللي انت هتشتغل عليه أي حاجة في جسمنا هي مقسومة نصين عندنا العين بنفس التوازن الأنف المناخير الودان كل حاجة أنا عامل خطين عشان الناس تبص معي وتركز معي الخط الكبير اللي من غير سهم هو الخط اللي بيفصل ما بين الأسنان يمين وشمال وده مش في المنتصف وده مش في المنتصف لو دكتور اشتغل عليه وفي المنتصف المريضة دايماً تحس ان ابتسامتها معوجة أو ان بقها معوج نتيجة ان الدكتور اشتغل على ميدلاين غلط روح ترسم لهم بقلم تاني وانا بحلل الصورة ساهم عايزة أقول لهم ده المنتصف مش ده فلازم الدكتور يبقى فاهم ان الميدلاين هي أول حاجة لازم تبص عليها في صورة حالتك عشان تقدر تحدد هترسم ابتسامتك ازاي لو رسمت الابتسامة على الخط الأولاني اللي هو الطويل هتتفاجئ ان المريضة كل يوم جاية لك مش عاجبها الابتسامة ومش فاهمة مش عاجبها ليه أكتر ممثل عالمي عنده مشكلة في الميدلاين مين يا دكتور ايمان وده مسأل كبير توم كروز توم كروز عنده 4 ملي شفت في الميدلاين نتيجة ان الابتسامة اللي عملها ما كانتش في المنتصف انا قلت له كل مرة كل ما شوفه في حتة قلت له 4 ملي ده مسأل دايماً بقوله للطلبة عندي توم كروز أكتر مسأل تبص عليه على الميدلاين شفت هو كان من سنانه بايزة أو زمان بايزة خالص كان زمان السنانه سيئة جداً بالضبط كان من الناس العمل وبعدين برضو هو في عب في الفك لا أنا أنا قصدي أنا بحب التفاصيل الصغيرة يعني هي ابتسامته حلوة ما شاء الله بس أنا يعني بحب ركز اوعى التفاصيل الصغيرة فلو جبنا ابتسامة توم كروز هلاقي عنده ميدلاين شفت وارينا كده وارينا كده ميدلاين شفت او عندنا صورة ميد كروز طب جاهزونا توم كروز عشان أنا عايزة تأكد بس تكون صوره جديدة لأنه ونجيب له صورة قديمة عشان نشوف الرجل ده برضو تغير اهو مرابو عليك يا بكتور ايمال لو خدت بالك الميدلاين يخرب عقله تشفتت على الشمال هناك خالص بالضبط كتحس ان الابتسامة كلها وعلى فكرة ده مش حلو التجميل بتاعه بالضبط مش حلو يعني هو عمله له مش حلو بس سمع ان تنسلمه في الاول عشان صوره عشان صدخني فدي انا كنت مركز عليها قوي يبقى لو احنا بقى بنسأل لو دكتور عنده الاجهزة وانت دخلت لقيت اجهزة كثيرة ميدلاين يا جماعة لو خط المنتصف بتاع السنان اللي بين السنتين ايوه اللي هو الخط الطويل اللي بين السنتين بالضبط الخط اللي هو بيقسم السنان يمين واشمع فلو انت دخلت بصيت على الاجهزة والدكتور مش موجود سبب المتخصصين يشتغلها هيكتشف منين ان الدحكة دي الاولانية فيك ان المريضة ما ضحكتش انت مش عارف اصلا ان اللي سببت بان نتيجة ان انت مش موجود اصلا ثانيا الميدلاين لو سبت الدكتور يشتغلوا على الميدلاين الفيك ده هتطلع على نتيجة زي توم كروز ميدلاين شيفت ففي الاخر انت عملت ابتسامة بس فيها نقطة ضعف فانا بتاع التفاصيل الصغيرة دي بحب اشتغل عليها فدي تانية نقطة حبينا هنوضعها للنس هي 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 هل الستتي كانت تعمل علاج الاسنان او تجميل الاسنان؟ سأقول لي حراكا دكتور عامل الستتي قالت لي كانت مدامة في قمة الرقية جميلة جدا قالت لي جملة غريبة جدا قالت لي انا عارف فنانة حالتي وحشة جدا انا متأكد ان انا حالتي وحشة لكن انا عندي تطلعات عالية جدا يعني ليس هارضة بأي حاجة وعشان كده جايلك انت مخصوص يعني تخيل مريض في اسفل يعني من حالة الاسنان لكن تقول لك من اول يوم انا مش هارضة بأي حاجة اوعد كنفاكر ان انا هارضة بأي اسنان حلوة لا انا عايز اسمايل ديزاين وعشان كده جايلك دي صورة تانية يعني احنا هناخد وقت جدا في الصور القابلة عشان نوري المرضى ازاي احنا بنحلل الابتسامة ونوري الديكاتر بورد يستفيدوا معنا دي هنا بشوف الانكلان بتاع الاسنان يعني الانكلان دكتور ايمان هل الاسنان كلها مصطفى مع بعض ولا كل سنة مدية اتجاه لو خدنا بالنا هنا ان الاربع اسنان اللي احنا بنبص عليهم اللي هم الاربع اسنان اللي فوق اللي باينين في الابتسامة كل واحدة فيهم لها اتجاه غير التاني يعني لو ركزنا الصورة اول سنة عاملة كده تاني سنة عاملة اتجاه تاني تانية سنة عاملة كده فدي انا بركز قوي مع المتخصص اللي بيعملي بريباريشن دكتور ايمان ودي نقطة امامة واحيانا انا بعمله بنفسي لما بحس ان الحالة خطيرة ايه هو تحضير الاسنان كتير يأتي لنا مرضى يقول لك ايه انا رحت لدكتور الاسنان فلما جهز اسناني وصغرها شوية قوي يعني ابتدى يجهز فيها صغرها قوي يا دكتور هو انت تصغرها كده هقول له انا اصلا ما يهمني انا هشيل قد ايه يعني مش دي البوينت يهمني هشيل من اين ديركشن الاسنان او انكلان الاسنان او هلمس الاسنان في انهي اجزاء عشان اخليها مصطفق فيتس فيتس ان ارت دفن ازاي هتلمس السنة لمسات بسيطة تعدل بيها اتجاهات الاسنان في دكتور هيروح مسك السنة كلها ويفضل يصغر فيها وبرده اتجاهها معكوز يعني انا بيجيلي حالات اتجاه السنة بشكل معين ولا الدكتور صغرها لحد بقيت سنة صغيرة جدا وبرده معرفش يعدل اتجاه لان هو بيشيل اولوبر مش بيشيل من حتة ويسيب حتة مش بيشوف الحتة المتفيدة فيها عشان بيخلي الاسسس كله المحور كله اللي اشتغل عليه واحد او متسابقة او متوازين المحاور المتوازية المتساوية ترتيب الاسنان مع بعض اللي هو المتخصصين فيها اللي هو علم الارث وعلم تقويم الاسنان عشان كده انا اروح ساعتها في الحالة دي اروح اجيب على طول الدكتور بتاع التقويم بص على الحالة دي وشوف الاسنان وشوف انا عايزين نعمل ايه عشان نجاهز الاسنان هنا قلت لهم فيه ريسك رح ترسم لهم خط كده دكتور ايمين وعمل لهم سهب المنطقة دي هي اكتر منطقة هنشيل منها او اكتر منطقة هنعمل لها فيها بريباريشن لان السنة معوجة في الشكل ده واحيانا بدخل بتاع التقويم معاي لو في حاجة يعني عشان يعدل هالي اكتر في الاسمائل دي زاين يبقى دي تاني صورة استفادنا منها من انكلانيشن الاسنان طيب لو دخلنا على الصورة اللي بعدها ودي حاجة مهم جدا لدكتور ايمين انا كنت ببص على السنة اللي تحت لو الناس واخد بالها السنة اللي تحت السنة اللي عليها سهم انا كنت شايف انها خارجة فبصورها عشان نشوف هي خارجة قد ايه وهشتغل معها ازاي هل بتحضير القشور هل بتحضير الكراون روح تمشاور لهم قلت لهم عشان تعرفوا اهمية الواحد وعشرين صورة لو حضرتك يا دكتور ايمين بصيت على الصورة دي هتلاقي السنتين اللي فوق بينين ان هم طبيعيين طب لو رجعنا بالصورة اللي قابليها تاني الصورة اللي قابل دي هللاقيهم معوجين فمعنى كده ان الاتجاه اللي انت بتاخد منه الصورة ممكن يخدعك عشان كده لو ما خدتش كل الصور هتتفاجئ ان عندك نتائج مش موظم هو لو احنا شوفنا الصورة اللي بعديها برضو بالمقارنة بالصورة دي جنب بعض هنلاقي ان الصورة دي ببينة السنة كأنها ملفوطة على ايدها الشمال بالظبط كده لكن الصورة التانية اللي هي الجاية اللي هي اللي بعدي دي واحنا واخدينها هنلاقي وكأن السنتين في وضع شبه طبيعي بالظبط كده شوف الصورتين جنب بعض هتلاقي انه زي ما انت قلت قد يخدعنا فعشان كده انت لازم تصور كتير وتفهم هتصور من انهي زاوية عشان المريض ما يتخدعش اهو من الناحية دي الصورة دي ليس باين قوي الميل اللي عملا السنة يعني انا لو طالب عندي صور الصورة دي واشتغل عليها بخلاص هيطلع نتائج مش مصبوط لاني مش هيلوح يعمل زي ما انت قلت ازالة اكبر من الناحية الخارجية اليمنى من السنة اليمنى يبقى احنا دكتور عامل لو عدنا بس في الحتة اللي احنا تكلمنا فيها دي كم متخصص دخل هنلاقي بتاع التقويم عدة هنلاقي بتاع تحضير الكراونز هيشيل منين وهيعمل منين عدة هنلاقي بتاع اللاسة عدة عشان يشوف اللاسة هنظبطها دي كل ده اناليسس هنشتغل عليه طب تعالوا نتفرج على اول صورة بعد ما خلصت اسنانها ونبدأ نتدرج ابتسامة صغيرة ابتسامة اكتر ابتسامة اكتر ابتسامة اكتر دي اول ابتسامة بعد ما خلصت وكيكت لسه نايمة على كرسي الاسنان دي اسنانها؟ دي اسنانها هل قلت انت جبت الصور عشان يقولها يا امي ايه احنا ممكن نوصل لك لك لا وفريق الاعداد عنده الصور كاملة بس وما احنا منقص فدي كانت لسه نايمة على الكرسي بتاع الاسنان ولو خدنا بالنا دكتور ايمان انا كنت مصور الصورة دي قافل نور القوضة كله ومنور نور اصفر على الاسنان بشكل قوي عشان اشوف فارق اللون ما بين السنتين اللي في الوسط لسه موجود ولا لا هل هتبان سنة غمقة ولا لا والحمد لله ان الاسنان كلها بتبان شكلها طبيعي طب لو دخلنا على الصورة اللي بعديها ودي مهمة اوي 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 ان انا كمان كنت عايز اشوف اعوجاجات الاسنان اللي كانت موجودة لسه موجودة ولا بعد ما حطينا التجميل بتاعنا لا كله ماشي مع بعض احنا نبدأ اعمل زومينج يا جماعة انت فاجأة انا قلتنا تان اكس مثلا انت نقلتنا بص عارف انت لما تكون ساكن في حتة شعبية مش شعبية حتة عشوائية وجنبها حتة كومباوند بقى و سيفن ستارز والجلام ده كله فانت تطلع من الحرة دي للكومباوند ده ويا دكتور ايمان ده تم في يومين يعني مريض عايشة سنينها انت نقلتنا فاجأة يا راجل ما كان مش فيه حاجة في النص حتى صورك اشعة مكتعية لا انا تعمت ان احنا نجيب صورها قبل وبعد على طول بدون البروسيديوز عشان الناس تعرف شتان الفرق طب هاتوا الصورة اللي بعديها عشان نشوف حاجة تانية ان احنا لو انا ببص على الصورة دي اكيد دي نجمة اكيد دي تنانة والله انا تصورت اللي دي الصورة موديل عندك ريفرنس يعني تقول لها ايه احنا عريسين نوصل لحاجة شيء اه ريفرنس هيا دي نفس وعايز اقول لك بقى ادي ايه دي حكاتها تلعها حلوة في الشكل جديد طيب هاتولي الصورة اللي بعديها عشان نشوف حاجة حلوة قوي لا اللي بعديها كمان الصورة دي انا صورتها بالمقلوب يعني جيت وراء دماغي المريضة وصورت عشان انا اول مرة اشوف الصورة دي في حاجتي ايه ايه الصورة عشان نشوف الاسمايل كيرف يا دكتور ايمان فاكر اتكلمنا عليها رسمة الاسنان اللي فوق هل في بينها مسافة وما بين الشفايف اللي تحت عشان تعرف تنطق حروف الاف وتعرف تنطق حروف البي لو ما فيش المسافة دي والاثنان اطول من اللازم هتعاني منها فانا بشوف الاسمايل كيرف واروح عادل الصورة وصورها الصورة اللي بعديها بالمعدول عشان ابص برضو على الاسمايل كيرف بالشكل ده لو جبنا الصورة اللي بعديها عشان نشوف حاجة دكتور ايمان دي الادفانسد بقى سبتولي الصورة دي شوية وهنبدأ نتحرك صورة صورة دي اي يا دكتور ايمان المريضة احنا بقى لو واحد متخصص شوية بيفهم ان كل مريضة لها رغبة دي بيسموها الفيميل بولز انا عايزة السيكسي سمايل بالمعنى الحرفي انا عايزة بان انسة بشكل اسناني حياتوا الصورة اللي بعديها لما تفتح بقىها شوية وده معظم ممثلات مصر بيطلبوها من معظم ممثلات مصر بيطلبو ان انا عايزة رسمة ابتسامة عشان انا اصلا ممثلة فمهم قوي لما حب اعمل تعميرات بوشي وتعبيرات في الاعمال اللي بعملها يبقى عندي اسمايل لو وشي كله مجاش واسناني وشفيفي جات اباني ان انا ممثلة اغراء مثلا او اباني انتوا فاهمين قصدي ايه يعني دي مش باين حاجة من وش المريضة لما تشوفها تقول الله الست دي شكلها حلو قوي لو جبنا الصورة اللي بعديها كان زمان البوز دي بيعملوا بها اللي فاتت دي معليش شنرجع عليها كانوا بيعملوا بها اعلانات زمان مثلا اعلانات المكياج والأحمر الشفايف كان بتعمل بوز برجيت برادو كان بتعمل الاعلان بكده وكتير قوي كانوا عايزين يركزوا على مثلا واحد بيعمل اعلان لنوع روج معين فيصور الصورة دي عشان يبين لك ان قدي الروج بيخلي الست حلوة مع ان انت مشوفتش شكل الست مشوفتش وشها مشوفتش عينيها مشوفتش شعرها لو جبنا صور قابل وبعد في ناس على الفيسبوك تعمل بروفايل بوصلة حتى الصورة دي اطلع في الاخر راجل يعني راجل مش تمام راجل مش مصبوط لو جبنا صور قابل وبعد واي حد بص على الصورة قابل وبعد وتخيل هل المريضة تنفع تبقى المريضة دي عشان كده دكتور ايمن انا اجمل حاجة في البرنامج دي لانا ما بتتركش على صور قابلية انا دايما بعيشي يعني انا ما بقعدش مع اي ضيف من ضيوفي قابل واعرف ايه اللي بيحصل في الحالة انا بعيش الحالة لايف معك انا ما لم اتخيل ابد انها تطلع كده مستحيل وعشان كده دكتور ايمن بنصيحة من ناس كتير ومن ده كثرة اصدقائي برا ابتدينا نحط الامضة بتاعتنا على الصور بعد عشان الناس تفهم ان ده تصممنا دي الفكرة اللي جات في دناغنا ده التنفيذ اللي نفذناه لو عادنا نبص على الصور قابل وبعد من جميع الاتجاهات يعني دي الصورة دي من الجنب هنا مع الجنب هنا الصورة دي مع اتجاه الاسنان هنا مع الاسنان هنا بصراحة فريق الادات كمان رأي جيد فريق الادات بازل معي مجهود غير طبيعي فعلا بعد ساعة حسين الديانة ومامة وإيمان كلهم فعلا انا حسيت ان هم يوم الحلقة بتاعتي بيبقوا يعني حسين ان لا هي حلقات صعبة وانا بقولهم كده لو مقدرناش نجهز بالاسنان الصور الناس الصور بالشكل ده كل مجهودنا ده هيروح نعايزين نوصل معلومة معينة او فكرة معينة قد ايه هم شاطرين وقد ايه هم تعبوا معانا وقد ايه هم فنانين ان هم يقدروا يظهروا ده للناس عشان في الاخر الفكرة توصل ان الاسمايل ديزاين او رسمة الابتسامة حاجة مهمة لأي لا برافو برافو تاني برافو حسين وبرافو ديانا وبرافو مرنة وبرافو ايمان وبرافو بحر لانه هم كلهم عملوا شغل حلو اوي في الحالة دي وفيها تشويق صوري وتتابعي اعدادي رائعة جدا لان احنا عشنا بس شيء رائع برافو عليك يعني حاجة رائعة جدا 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 يبقى دايما التصور اللي انا تصورت يا دكتور كريم قبل ما اطلع التواصل قبل ما نطلع شوية انه انت عايشتنا حالة حلوة جدا ودرسات دراسة عميقة جدا وانت عملت الوقت منهج رائع جدا واضح جدا المسار اللي انت بتمشي فيه في حالة او في طريقة تعاملك مع الثقافة الطبية انت بتعرض يعني بالتفصيل كل كبيرة وصغيرة بتتحور او بتحيط اي حالة وده شيء رائع جدا جدا فانا بحييك ومبروك على الحالة جدا جميلة جدا مع ضيفي الاساس بكتور كريم إبراهيم خليكو دايما مع ضيفي واحدة من الرسائل اللي بيتلقاها باهتمام بريد برنامجنا رسالة لأحد المشاهدين من دولة خليجية بيحكي عن تجربته في فشل متكرر في انقاص وزنه بالرجيم للزيادة المفرطة في الوزن بيقول انه لأى أمله الوحيد في التخلص من الوزن الزائد بإحدى جراحات السمنة اللي اختر لها واحد من أكبر الأطباء في دولة شقيقة لكن مع الأسف لم تحقق الجراحة الهدف المرجو منها حسب صاحب الرسالة لأسباب مشتركة بين الطبيب والحالة لعدم اختيار الجراحة الأنسب لحالته وعدم التزامه الكامل بتعليمات ما بعد الجراحة اللي بيقول انها لم تكن شديدة الوضوح بالنسبانه أما الهدف الرئيسي من الرسالة هو طلب تسليط الضوء على أهم العوامل اللي تضمن نجاح عملية إصلاح براحة السمنة الفشلة حتى لا تتكرر المشكلة لا قدر الله أهلا بكم احنا كلنا بنتفرج على فيلم رعب أنا من المحب يا فيلم الرعب وانتو تخيلوا انو انت بتفرجوا على فيلم رعب فيلم الرعب اللي ممكن ما يسهركش الليل ويبقى موزع جدا بالنسبة لك هيعملك رعب كم مرة في خلال ساعتين مثلا مرتين تلاتة عشرة انت حتى لما لقدر الله في ليلة نمت في بيت وانت قالك قبل بتنام في البيت ده روحت مكانت عزمت في مكان قالك البيت ده مسكون يا عم ده فيها فريد تمام هتترعب بس اللي انا هحكولكو ده ده واحد ترعب مئة مرة في ليلة ومش في ليلة واحدة معتقدش في أكتر من ليلة قصة مهمة جدا لكادريك بارت كادريك بارت ده سائق عن 46 سنة عايش في أطلنطا في الولايات المتحدة الأمريكية عنده توقف تنفس كل ليلة بيصل إلى حوالي هو على حد تعبيره مئة مرة رقم كبير جدا هو مش قادري تنفس مئة مرة في الليلة كادريك طبعا واضح من الوزن انه هو حاجة عظيمة جدا جدا قال في يوم أنا في يوم تنفسي توقف كتير جدا على حد تعبيره ووصل عدم أشوف بص بقى الفرق فرق في اللبس هو قاعد بيوريك بقى يتصور بقى الأمريكان بقى القطاف قوي يحبوا يتصوروا قوي قابلوا وبعد ما يخسوا ووريك ازاي كان بيلبس البطلون عامل ازاي دلوقتي البطلون عامل ازاي فالرعب اللي حسه كان كبير جدا التنفس اثناء انقطاع التنفس اثناء النوم ده كان بالنسبة له زي مسلسل رعب بس مش مسلسل رعب عادي يا جماعة ده اقصى انواع الرعب انت لو بتتفرج على فيلم رعب وفي الفيلم مثلا فيه تمساح بيحاول يأكل بنا قادم ماشي تمساح بيحاول يأكل بنا قادم بيحاول يأكل ومرة بتبعد انت تمساح بعد خلاص المياه بعيدة عنك تبدأ تاخد نفسك شوية وتبص بقى للتمساح كده فيه فيلم انا شفته كان كده فهديت شوية وحاجمك مرة تانية بعدها بربع ساعة فبرضو خفت شوية وبعدين ديته طعمة كده وقتلت تمساح طلعلك تمساح تانية بعدها فيه فيلم كده الكامل الرعب اللي انت شفته ولا يقارن بانك انت تشوف الموت ميت مرة في اليوم ميت مرة في الليلة بسبب توقف تنفس ده بيعملوا السمنة تعالوا النهاردة نفهم هذا الكلام مع ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم اللامع لأستاذ دكتور كنم صبري أستاذ جراحات السمنة والمناظر أستاذ بكل الطب جامعة عن شمس والمدير لوحد جراحات السمنة بمستاذ شوية دينيل وزميل كلية الجراحين الملكية من جلترا عضو كلية الجراحين الأمريكية والحاصل على التصنيف الجودة الدولي فيه جراحات السمنة أهلا بك دكتور أهلا وسهلا أهلا وسهلا قول لي بقى المريد بيجي يقول لك أنا أعيش حياة ليلة مرعبة في البداية اسمح لي أن أحيي حضرتك وكل سيدة المشاهدين وكل فري العمل انقطاع النفس أثناء النوم من تمنى الحاجات اللي هي مشهورة جدا في المرضى السمنة المفرطة آآ يعني يمكن كنت حكيت لحيك قبل كده أنه آآ بيجيبوا الناس بالإسعاف من أماكن بعيدة بيتزينقوا فيها للمستشفيات بيوضوا بشهور جيتش على قصة واحد أنت في جابوه السحر السحر الشمالي بإسعاف هو عنده مشكلة في النفس أثناء النوم المرة دي بقى يعني كانت الحالة سائت أكتر وبيبقى عربية إسعاف لمستشفيات النيل وقاعد شهر قبل العملية عشان ينزلوا يا سنو والحقيقة كان هو متردد للعملية بقى له سنين لأنه خايف من انقطاع النفس ده إنه هو يجري تغدير في حالته يعني اللي هو اللي تعتبر يعني حالة متقدمة من انقطاع النفس أثناء النوم لدرجة أنه في بعض الناس بتوصلهم إلى فشل في التنفس في بعض الناس وأجر العملية بعد تحضير شهر كامل وقعد أسبوع في المستشفى وبعد جدا خرج خلال يعني أيام بسيطة ما بعد إجراء العملية النفس تتحسن جدا ومره تتحسنت جدا فمرضة السمنة المفرطة اللي عندهم انقطاع في النفس أثناء النوم ليس له علاج إلا إنقاص الوزن هتعمل له إيه؟ ما هو الحلق مليان دهون لازم تنزل وزنك مصبوط زي مرضة تدهم في الجابد الإنزيمات معالية وعندهم سمنة مفرطة لازم تنزل وزنك منقطاع النفس النوم دي من ضمن الحكاية اللي هي اللي كنت يعني دايماً بزجرها بنت في 11-12 سنة مريض سمنة مفرطة اللي جابها بتاعتها سودة اللي جابها سودة يعني بقى لها ليه بقى اللي جابها سودة؟ بقى لها سنين قعدة ما بتعرفش نام على دهرها يعني بتنام على ديسك طول الليه نام على ديسك من كتر ما ما عرفش بقى بتنام على تربيزها بس هي الفكرة إن هي الخشب عامل من كتر ما هي قعدة طول الوقت على فلجاتها بتاعتها لونها اسود من كتر ما هي ما طالش نام على دهرها وده حاجة مشهورة جداً في الناس اللي هم مرضى السمنة المفرطة ده يعني احنا طبعاً بسبط لعية على انقطاع النفس النوم حاجة بقى يمكن أنا أذكرها اللي بتعمله عملية السمنة زي تكميم المعدة أو تحويل المسار ما بعد إنقاص الوزن أول أسبوع ما فيش خير خلاص ما هو انقطاع النفس النوم ده بتلاقي المريض السمنة المفرطة قاعد يشخر طول الليل لأنه طبعاً طول ما ينام كده ما برافش أخد نفسه طول الليل بقى شخير وفعلاً ببقى صوت وملحوظ جداً في الوزن أذكر يعني يمكن حد كان يعني عملية تكميم المعدة على وزن 160 كيلو من 4-5 سنين وكان معا حد قريبه السوء ده يوم الخليص كانت بعمل عملية برضه أنا افتكرت يعني حكايته كان ابنه كان مشكلته إنه هو كان قلقان على أبوه والده يعني فبقول لي إن بابا بيجي بعد أولاً لما برجع من البيت بالليل صوته ما فيش صوت خالص وحنا بنقلق عليه وإيه اللي حصل ما بعد كده إزاي إحنا كان يدخل من البيت إلا إيه نايم ما فيش صوت يقوم صحي بيخاف عليه بيخاف عليه لأنه مش شايف الشخير اللي قابل العملية ما بقاش موجود بعد العملية أنت نايم صحي عايش ولا مش عايش بعد العملية بعد النفس مسترية فأنا بقول لناس اللي هي عندهم انقطاع في النفس السناء النوم ما بعد إنقاص الوزن خلال الأسبوع الأول الدهون دي فعلاً بتروح بسرعة جداً إحنا يعني أسرع مما نتخيل النفس بتحسن أسرع مما نتوقع النفس بتحسن صوت شخير بيروح النفس دخوله وخرجه بقى كويس يكفي بمريد السمنة المفرطة المصاب بينقطاع النفس السناء النوم إنه بعد أسبوع واحد بيعرف ينام على ظهره يعرف ياخد نفسه كويس جداً طبعاً ده مش دي المرض الوحيد الملازم للسمنة المفرطة لكن يعني يمكن احنا النهاردة بنتكلم عليه أكتر يعني دايماً في كل فروع الطب دلوقتي فيه خناقة نبينة هل المهارة هي الأساس ولا التكنولوجيا هي الأساس الحكاة دي في جرحات السمنة بتيجي دايماً من الترويج يعني مثلاً نلاقي مركز كاتب يوجد الدباسات الأحدث الدباسة الحديثة تمام حيث جداً بس ده بيدي انطباع للمرضى إنه طالما الدباسة الحديثة موجودة ومثلاً نوع معين من التكنولوجيا موجودة خلاصي وهذا هو الأفضل حقيقة هذا الكلام لأنه قول حق أنا بأعتقد يرد به بعضاً طبعاً ده حقيقي إنه تكميم المعدة وتحويل مصار المعدة بأنواعها احنا طبعاً الجانب الطبي احنا كنا اتناقشنا يمكن قبل الحلقة على الجانب التقني في إجراء العمليات الموضوع محتاجة حرفية عالية جداً محتاجة خبرة عالية جداً how to manage العين المئتين كيلو اللي هو طوله 150 سنطي اللي هو بطنه ما تكوك دهون أنت زي تختاره للعملية المزبوطة حجم الكابت ده هتعمل معه إزاي عايز تعمل تحويل مصار هتطلع لقمعه من تحت إزاي ايه المانوفرز اللي أنت هتعملها اللي هتسهل على المريض ساعات من إجراء العملية فأنت مريض بالحجم ده ما نسمنا المفرطة أنت محتاج أن أنت the shortest time as you can أنت محتاج وقت قصير جداً في العمليات ما أنتش محتاج تقعد تعمل حاجات ويبقى عندك مشكلة أنت تقنياً بتضيع العين بالساعات وفي الآخر العملية اللي بتطول بيبقى فيها مشكلة 100% وبالتالي إجراء العملية في وقت قصير الناتج عن خبرة كافية ما هو وقت قصير وتكون يعني بخبرة كافية خطوات محسوبة مدروسة في وقت قصير أنت ما بتتكلمش الفريق الطبي ما فيش صوت أثناء العملية ما بتقولش للمساعد شد الشد الفلانية أو أو التغدير دخل جهاز البوجي بالصورة الفلانية أو الحكيمة المتعقمة اديني خيط نوعه كذا أو المسافة يعني اديني الدباسة في الخطوة الفلانية ده طارب حقيقي أنه وقت إجراء العملية أحيانا يعني بخطوة بيتبيباس خطوة وتروح لخطوة تانية أنت شايف أن هي هو ده المناسب للعيان الحكيمة ممكن تراجعك فيها تقوم مدياك اللي قالت تقولك يا دكتور إحنا ما عملناش الخطوة الفلانية أنا بقى قاصد أن أنا أعمل حاجة مختلفة يعني عن المعتاد مناسبة للعيان ده يعني فتقوم الفريق التيم كله يقولك إحنا ما عملناش الخطوة الرقم 12 ما هي خطوة رقم 1 بندخل بورتوات رقم 2 بنعمل دياج نصك لابروسكو بيه رقم 3 بندخل الدباسة بطر يوم فلانية رقم 4 بندخل الشادة دي رقم 4 رقم 5 بنعمل الأناستموزيس رقم 6 بنعمل فهم كل التيم تغديريا مآهل نفسه إن هو يشتغل بصورة فيها تناغم بدون صوت ما هو ده بوفر وقت بوفر مجهود ما فيش وانت شغال ما انتش مضطرب ما انتش مضغوط انت بشتغل بكل ارتاحية في المريض دكتور التغدير ما عندوش هو عارف ان انت بشتغل على ضغط دم كذا عايز العيان يكون دايما طول الوقت مريح مش شادد بطنه ما هو لو بتشتغل في سيطر مش بتاعك انت تبقى يعني انت بتروح تدي كورس مثلا في مكان باش تغدير بتاعك معاك او الاسسطن بتاعك معاك او بتشتغل في لستان مثلا في مكان تاني مش مكانك انت برضو بقى عندك نوع من الادريلين بيطلع اكتر بتقعد بقى تفهم الناس ويعمل خط رقم واحد رقم اثنين فطبعا الخبرة الجراحية مطلوبة جدا جدا انا مستق جدا انه في بعض الادعاية الدكاترة بتصل يعني البيجينرس بيبتدوا انه هما يعلن عن امبول خيط يقول انا بستخدم بعمل عملية التكميم بالفيلك مثلا او بخيط المعين او ب ازاي كده يعني ازاي احنا وصلنا بالطريقة دي ان احنا نستخفى بعقول الناس يعني فيه ساعات في الدعاية انا استخفى معقول معقول احد الناس طبعا فتحات المنزار ليس احنا صحة انا بتكلم بالكلام ده ولا لا بس يعني ان احد الناس بتكلم على الفتحات المنزار فتحات المنزار الخامسة ميلي فتحات مانزار احنا ما عندناش بيقول انا بعمل عملية بالناني تكنولوجي ايه علاقة بالناني يعني مختلفة يعني هل ده يا صح؟ لا طبعا طبعا فيه فيه تجاوز في الادعاية شوية فيه تجاوز فيه عدم معرفة الناس بالعمليات واحنا كأسازة جامعة انت لازم توصل المعلومة الطبية المزبوطة العملية الموصوفة اللي هي تابعة اللي هي الموصوفة طبية اللي لازم تتقال احنا مندخل الناس ليه في في خيوط ومندخل الناس في في دباس يعني شغل هي طبعا احنا بننقى طبعا عن عن الجماعات ده على فكرة بيدور الفيلد بيدور سمعة العمليات لانه في الاخر مش هو ده اساسا اللي هي خالص؟ العلم الدعاية جيدة الدعاية ده شيء جيد جدا بالعكس يعني برى انه الدكات المصرين عندهم درجة من الحياة في الدعاية عن مثلا الموجود في تركيا مثلا يعني الدكات المصرين فيه ده احنا عندنا شطارة اكتر لكن هما عندهم شطارة اكتر في التصوير في التصوير في كل حاجة على فكرة حتى في البيع والشرق والحياة دي دك شطرين او في البيع والشرق لكن هنا في مصر فيه نقش طارة وفيه جودة لكن التسويق لسه في طبعا تمام ولما بنبدأ نسوق اللي هو البيجينرز زي ما انت وحضرتك قلت كده البيجينرز لما بدأوا يسوقه بيسوقها بطريقة غلط سيئة جدا 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 واحنا طبعا لازم فيه مفاهيم مزبوطة لازم تتحط في الطب العمليات الموصوفة يتعرف يعني كنوع من للثقافة للناس كنوع من تبيين يعني لان احيانا احنا بنسوق لحاجات لعملات ممنوعة يعني فيه عمليات زي عمليات الفراشة بيسوق عنها بيسوق عنها دلوقتي يعني خلال السوشيال ميديا فيه عمليات اسمها الامجالوب دي من ضمن العمليات طبعا احنا بقول لكل الناس مش حاجة اسمها اومجالوب لان اومجالوب وصف لطريقة وصلة اللي هي تصف عملية زيها مثلا تحول مصور المعدة المصور معروفة دوليا من الفين وثلاثة العالم كله بيعملها لكن ما نجيش ناخد الابحاث دي نحطها على مية ثانية اسمها اللي اومجالوب مش حاجة اسمها كده يعني ده مش صحة على فكرة الجماعة المصورية اخدت بالها وعندنا في جامعة عين شمس بالاسم يعني بيراجعوا كل الفيديوز اللي هي الطبية وفيه يمكن مراجعة دورية على كل ما ينشر باستمرار ودي الحقيقة ان شاء الله وحد جدا مع المخالفات وبتابعه وتصادف ان كله قصبة اصدقائي فانا بتابع كل اللي بيحصل لأ ما شاء الله فيه نشاط وحزن وده اللي انا عايزه مفيش بقى بيشوفوا اي حاجة بيروحوا بقى عارف لو ايه بسك حرامي لا 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 بالعكس يعني طبعا نشطين جدا تطبييا وعلميا انا بفخر يعني انا بنتامي لجامعة عين شمس العريقة وخصوصا اسم جراحة اسمنا المفرطة في جامعة عين شمس جسم القسم العريق خلينا نشوف كلام الناس بيقدم وبيأخر تعال نشوف معمار وخصوصا اسملي اشتراكت 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 انتصاب المترجم انتصاب حدوم في المعلقة يстиعني وتيت إلى جنوتي إلى جنوتي وتجزيزيز على إجازت تترزيز من أجل أحضر في مجردين كتافي لوأت بإجازت تجزيز بيضًا ولين مجردين في شيء دون الرابط للبقال لكثير من نغرب لقد صارت 120 Purdue بيعجبني كلامها جدا حاجة ملهما للغاية وبيعجبني مع كلام الناس اللي لما عارفين دورهم دورهم المجتمع ودورهم نفسهم ده بس هتكلم عنهم هما ماشي دورهم هما مع نفسهم دور المريض في إنجاح عمليته هو ايه؟ اتباع التعليمات العادية أنت أخلك إنسان طبيعي يعني بعد العملية لا تسر في الإصراف الشديد في أن أنت تتحدى نفسك يعني عملت عملية تكميم زي أستاذ ذاهبة يمكن العيلة فعيتها كلها عاشة في أمريكا وهي مولودة في أمريكا هي مصرية بس عاشين الأسرة كلها هناك تجربة نكحة جدا كل الحاجات الإيجابية فعلا حصلت في العملية دي عملية بممكن فتحات وليلة جدا يعني ما عندهش أي نوع من التراهل خلال متابعة ما بعد يمكن ثلاث سنين وزن قال لي كويس جدا مسهورة صحية مضبوطة ما عندهش أي نوع من التراهل الشعر والضوافر والجلد كله كما يجب بسبب اتباع احنا منسألها يمكن في الفيديو ده احنا منسألها عايزين نسمع الفيديو يمكن بعد الحلقة الناس تسمعوا أو تتفرج عليه تاني يعني بتركيز أكتر شوية ان هي قالت ان هي رجلة الحياة الطبيعية الطبيعية العادية خالص دون إسراف في السكريات دون إسراف في عدد الوجبات او ممكن نعمل عملية تكميم وبدل ما يأكل ثلاثة وجبات يأكل عشر وجبات ممكن نعمل عملية تكميم وآكل كمية سكريات كأن بقى معتمد على ان المعدة صغيرة زي ما احنا شايفين حجمه صغير فهم لها بقى سكريات وشكرتات وآيس كريم ومعجنات وبالتالي زودت الكالوريس بصورة مفزعة وهتزود الوزن مرة تانية لكن هي رجعة انسانة طبيعية اكتر حاجة رجعة انسانة طبيعية فقط اجمل حاجة انها رجعة انسانة طبيعية شوفوا أنا بصوا انا زهلت فرق رهيب بين الشكلين بين شكلها قبل العملية او بعد العملية مباشرة وبين بعد سنتين مع العكس طبعا مع الفارق انه ربما يكون في نفس السن ونفس الوزن وحد تاني وتلاقيه يعني جاي طبعا تعبان وشعره سائط وطبعا حالة يعني اتبع النظام اللي هو المزبوط خد الكاتلوج بتاع العملية وطبقه ولا تعتبر ان العملية دي تعتبر كمبيوتر في البطن خالص انت بس احنا بنساعدك ان انت تنزل وزنك مزبوط بحيث تمشي بصورة صحية مزبوطة طبعية حتى لو اعتبرناها كمبيوتر ما كمبيوتر لازم له السيعنة لازم كمبيوتر لازم له ادخال معلومات سليمة وعدم الدخول في متاهة الفيروسات جاي العملية كده ساعدتك ما تدخلش العملية في متاهات ما تدحدش العملية ما تتحايلش حواليه ما تقول باش محتاج مريض محتاج اه طبعا فيه مريض محتاج هو المريض لما نقوله ما تكونش سكريات ويأكلها من في الدرة لما يخصب على نفسه ويأخد ويرجع ويأكل تاني ويرجع معه عمال يشد على العملية ويقول لك كما شوفها شغالة ولا مش شغالة ده كلام ده كلام خلينا بالحقل يا جماعة احنا خلاص ده انت مش حاس بالجوع عملية خطط معك خطوة انت عمرك ما عشتها انك مش حاسس بالجوع عارف في فيلم اكسلارش احمد حلمي قالك انا مش جعل لأ ده مقالهاش كده ده وقفش في فوصي انا مش جعل انا مش جعل انا مش جعل ده احساس كان بالنسبة له يعني احساس مستحيل هو دايما حاس بالجوع لأ شلنا الفاندس بتاع الاستومك القبة الماء ده فشلنا هرمون الجريلان فبقى كد بقى انت مش جعل تقوم تاكل وانت مش جعل خليك عقلان ضيف العزيزة القمة العلمية المتميزة والاسم اللامع السيد دكتور كريم صابري اساس جراحات السمنة والمناظير السيد بكلية طب جامعة ان شمس والمدير لوحدة جراحات السمنة ومستشودي النيل وزمل كلية الجراحين ملكيب الجلترا وعضو كلية الجراحين الأمريكية والحاصل أعلى تصنيف جودة دولي في جراحات السمنة نورت الدكتور مستمري في الدكتور خليك انتوا بس معنا نظمت شركة أسبين هيلثكير بالتعاون مع الجمعية المصرية للغدد الصماء والسكر وتصلب الشرايين حملة توعية ضد مرض قصور الغدد الدراقية بمشاركة عدد من أساتذة الغدد الصماء والسكر من كليات الطب وبحضور الدكتور عباس عرابي أستاذ أمراض السكر والغدد الصماء بجامعة الزقازيق والدكتور نجلاء القباني استشاري أمراض السكر والغدد الصماء بجامعة عين شمس والدكتور هالا كحلى أستاذ أمراض السكر والغدد الصماء بجامعة القاهرة والدكتور أحمد قوشة الرئيس التنفيذي لشركة أسبين هيلثكير بمصر والسودان والدكتور إسلام إبراهيم المدير التسويقي لشركة أسبين هيلثكير بمصر والسودان تناول المؤتمر مناقشة مشاكل الغدد الدراقية وبالتحديد القصور في الغدة الدراقية وأضرارها على المرضى وعلى السيدات الحوامل كما تطرق إلى أهمية الكشف المبكر والعلاج المبكر لقصور الغدة الدراقية وكيفية تجنب المضاعفات بحب الحقيقة عن طريقه وأوجه رسالة مهمة جدا لسيدات مصر المقبلات على الحمل أو اللي هم حامل فعليا والحقيقة دي يعني عايزة أقول مشكلة بتقابلنا وهم عندهم حق لأن الفكر أساسا أن وقت ما بكون حامل لازم أوقف كل الأدوية اللي بخدها لأنها بيبقى فيها خطورة على الجنين وعلى الأم لكن ده الحاجة اللي يعني تكاد تكون من القلاء اللي لازم مش بس نكمل فيه العلاج بتاعنا لو كنا عندنا نقص في إفراز الغدة الدراقية وناخد الهرمون بتاعنا التعويدي لكن ده إحنا بنزود الجرعة ليه الكلام ده لأنه الهرمون بتاع الغدة الدراقية بيعدي المشيمة وهو اللي بيعتمد عليه اللي هو هرمون الأم الجنين بيعتمد عليه في الثلاثة أشهر الأولينيين للحمل وده علشان مش بس النمو البدني والكل للطفل لكن أهم حاجة للنمو الزهني والعقلي للجنين فأنا بأناشد السيدات محدش يبطل الهرمون بتاعه اللي هو بياخده بتاع نقص الغدة الدراقية وبناشد السيدات الحوامل في بداية الحمل حتى لو ما كانوش عندهم أي مشكلة في الغدة أنهم يقيسوا الهرمون ده هوا لأنه الحقيقة حتى النقص البسيط فيه ممكن يبقى له تأثير مش ظريف أبداً ومش صحي على الجنين وفي النهاية أتمنى أن كلهم يكملوا حمل سليم والجنين بتاعهم والطفل يطلع معافة إن شاء الله يسعدني وجودي معاكم النهاردة في حمل التوعية وتصقيف صحي ضد اطراب الغدة الدراقية اللي فعلاً بنلاقي أعداد متزايدة منه كل يوم وكل سنة واللي دلوقتي بقت كل المنظمات والهيئات الدولية المهتمة بالصحة بتهتم بحاجة بنسميها اطراب الغدة الدراقية ما قبل الإكلينيكي أو ضعف وظائف الغدة الدراقية ما قبل الإكلينيكي والحقيقة في الأمراض المزمنة دلوقتي بقينا بنهتم إن قبل العيان ما يجيلي بالشكل اللي هو ما بيغلطش فيه دكتور زي ما بنقول زي الكتاب ما بيقول لأ أنا عايز أقرأ قبل سنين كتيرة العيان ده كان إيه؟ عشان أقدر أوفر عليه سنين معاناة وسنين لفلفة بين عيادات الأطباء بالذات لما أتكلم إن مرض الغدة الدراقية العيانة ممكن تجيلي من حتة كتير ما بتبقاش عارفة إن دي أمراض غدة ممكن مثلا تروح عيادات النساء نزيف مهبلي جامد غير مبرر ممكن تروح من مراكز تلقيح صناعي بتحاول إخصاب وما فيش حمل متجوزة متأخر وبتعمل محاولات وما فيش محاولات نكحة ممكن تروح عيادات أعصاب تنميل أطراف بروح بيها عيادات أعصاب كتير وأنا مش عارف إن دي غدة دراقية والحقيقة الأكتر والأكتر مراكز التجميل بتروح تعمل تجميل كتير تقشير للبشرة تصلح شعر بيقعة تصلح نشفان جلب كريمات كتير وما فيش نتائج واضحة كل ده ممكن يبقى اضطراب أو خمول وغدة دراقية ما قبل الإكلينيكي ممكن فوق الخمسين سنة ويجي لها مثلا ارتفاع طفيف في ضغط الدم يجي لها بعض الدهنيات العالية سواء دهون دم أو دهنيات في الجسم تراكم دهون في منطقة بطن تراكم دهون على الكبد غير مبرر غير مبرر العيانة تحاول تعمل ريجيم كتير وما بخسش أنا جبت كيلوات كتير في وقت قليل برغم أن أنا مزودتش أكلي عندي ألام عضلات أنا الصبحية وبعد بنص ساعة أو ساعة على ما أقدر أحرك عضلاتي ومفاصلي ما بقدرش أقوم جامد أو أن تكون مثلا عيانة واخدة كيماوي في فترات من حياتها وعد 10-15 سنة كتير تقول أنا عايزة نسى الكابوس ده فهي مش فكرة أصلا أنها عملت الكيماوي ده زمان أو الإشعادة زمان بس تيجي دلوقتي بعد 15 سنة بخمول طفيف للغدى الدراقية أو إن ألاقي أعراض اللي بنسميها فيج أنا مفيش حاجة معينة مديقاني بس حاسة أن مودي مش حلو حاسة أن هرقتي مش زي زمان حاسة أن أخرقتي مش زي زمان حاسة إقبالي على الحياة نفسها مش زي زمان حاجات طفيفة جدا ممكن تلفت النظر إن ده خمول الغدى الدراقية ما قبل الإكلينيكي دايما في الأمراض المزمنة بيهمني حاجة اسمها مسح مسح يعني أنا مجرد الشكوى أشايك على نفسي ليه بنسميها أنا هشايك أنا فوق الخمسين سنة هشايك أنا متجوزة متأخرة هشايك أنا اتأخرت في حملة هشايك أنا خدت كيماوي قبل كده هشايك على نفسي أشايك على نفسي دايما ده بيوفر على العيان سنين كتير من اللفلفة والتعو غدى الدراقية واحدة من كتير من الغدى في جسمنا الغدى دي لها أظايف حيوية من غيرها حياة البنى آدم تضطرب تماما وممكن تؤدي إلى الوفاة ويمكن واحدة من أهم مهم على الإطلاق هي الغدى الدراقية أهمية الغدى الدراقية ما بتبتديش في البنى آدم البالغ لا الغدى الدراقية بتبتدي أهميتها فينا وإحنا لسه أجننا فلو في خلل في الغدى الدراقية أو قصور في الغدى الدراقية في الجنين هينزل عندنا جنين عنده مشاكل عقلية ومشاكل في النمو ومشاكل في كل حاجة ده لو الحمل تم للآخر قصير الغدى الدراقية ليه أسباب كتيرة جداً من ضمنها سبب يمكن مش مشهور قوي برغم أنه شائع جداً بنسميه التهاب هاشموت التهاب هاشموت ما بيديش أي أعراض لأنه باختصار جسمنا بيبتدي يطلع مجموعة من أجسام المضادة بتهاجم الغدى بتاعتنا مع الوقت الغدى تحت تأثير الهجوم دي بعد شهر شهرين سانة سانتين بتبتدي تفقد قدرتها على العمل وإنتاج الهرمون المطلوب وتبتدي هنا تظهر الأعراض في الأول بتوقع مش محصوصة على الإطلاق مجرد أعراض شوية تكسل شوية إجهاد مع الحركة زيادة في الوازن الشعر بيقع الجلد بيخشن لكن على فكرة مش شعر الرأس بس شعر الرأس وشعر الحواجب وهو مشكلة يعني بعد كده فترة بقول لحضرتك كل حاجة هتنأثر بعد جهاز الدور بتاعنا وهيحصل تسلب في الشرين وهيحصل زيادة في الأزمات القلبية وهيحصل مشاكل في العصاب سواء على مستوى العضلات أو على مستوى الخلية العصابية نفسها كل الحاجات هتنأثر بشكل واضح جدا ومش بشكل معوقات لطريقة الحياة لا ده متشكل كمان سبب ممكن وقدي إلى الوفاء المبكرة قبل الأول القصور المغضة الدراقية بيبقى أكتر في السيدان أكتر يمكن بعشر مرات عن الرجال والحقيقة هو الشائع إنه يمتدف منتصف العمر لكن ممكن يحصل في أي سنة وبالتالي وزي ما قلت لحضرتك بداياته بتبقى بالتدريج وببطء جديد ومحدش بياخد باله منه إنما ولما نستنع نتأخر في العلاج لفترات متأخرة هيكون حصل تغيرات كتير في جسمنا والتغيرات ده ممكن تعمل مشاكل تجيلات تغيرات صحية الحياة فعلشان كده مهم إن إحنا نتابع والمتابعة ده هي بأن الناس السيدات المحترمات اللي بيسمعوني أو أي حد عنده تاريخ عائلي للغدة الدراقية يسارع بإنه يروح لدكتورة الغدة بتاعه علشان يشوف وضعه إيه بالظبط والموضوع بسيط يعني إن انت تنفستجيت أو انه بتعمل سكرينين لأنه بتعمل مسح علشان تعرف الناس اللي عندهم مشاكل في الغدة الدراقية باختبارات بسيطة معملية بتقول مستوى الهرمونات اللي عندهم وهل فعلا مستوى الهرمونات ده قلب والمريض بتاعه محتاج إنه هو ياخد علاج تعويدي ولا لأ ولو طلع المقلاء اللي ف cercaديني العلاج التعويدي بدري العيان أو السيدة المريضة هتعيش حياتها بشكل طبيعي تماما سواء الصحة الإنجابية لأنه بيأثر الصحة الإنجابية بشكل غير عادي بيأثر على الجهاز التنسولي وفي الرجالة بأسرع جهاز التناسولي لأنه بيفقدهم القدرة الجنسية وبيفقدهم الرغبة والحاجات لكلها فالحقيقة وجود وغدة درقية صحيحة بتضمن لنا أن المنقنة يعيش حياته زي ما ربنا خلقه حياة مكتملة وحياة صحية وحياة سعيدة وبذات القصة تاعة الصحة الإنجابية لأنه فعلاً بيعطى للحمد لكم جرد ما بيتصلح إن شاء الله الأمور تحصل بشكل طيب يمكن نهاردة إحنا إيماناً من الشركة بدورها نحو المجتمع قمنا بتتشين برنامج كامل لحملة توعية ضد مرض الكسور في الغضة الدرقية على محاور كتير يعني يمكن أول محور فيهم اللي إحنا موجودين بصدده النهاردة وهو المؤتمر الصحفي اللي هو بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض الغضة الصماء والسكر والتصالب الشرعين مش بس كده كمان لا إحنا لسه في محاور تانية شرعين عليها على مستوى تواصل اجتماعي صفحات تواصل اجتماعي الفيسبوك صفحة التتشين صفحة بيت الصحة اللي ابتهد برضو لزيادة الوعي حوالين أمراض الغضة الدرقية والكسور في الغضة الدرقية خاصة الاكتشاف المبكر وأسبابها وكده في وجوده بالتعاون مع أسادزة من أسادزتنا في كليات الطب في مستوى جامعات مصر كلها متخصة في الغضة الصماء وآخر حاجة طبعا بدورنا هيبقى موجود برضو داخل عيادات الأطباء الخاصة والمستشفيات بحملات توعوية لزيادة الوعي حوالين مشاكل الغضة الدرقية الحقيقة أن شركة أسبن شركة رائدة في مجال صناعة الدواء على مستوى العالم عندنا طاقة انتاجية كبيرة 23 مصنع موزعين على مستوى العالم في فرنسا وألمانيا وفي جنوب أفريقيا بننتج فوق 24 مليار أرص بالإضافة إلى الأشكال السيدالية الأخرى وبتخدم أسبن بأدويتها المرضى في أكتر من 155 دولة على مستوى العالم والحقيقة أن أسبن رائدة في مجال صناعة أدويت الغضة الدرقية اللي بننتجها في مصانعنا في ألمانيا وبنوفرها للمريض المصري هنا بأسعار بسيطة وأسعار مناسبة للمريض المصري والحقيقة أنه من ريادتنا لمجال أدويت الغضة الدرقية إحنا بنطلق النهاردة حملة للتوعية بمرض الغضة الدرقية الحملة دي بنتكلم فيها على هذا المرض طرق الكشف المبكر عنه العلاجات المختلفة الأعراض الجانبية بحيث يبقى المريض مدرك ما هي هذا المرض بالإضافة لكده وبالتوازي مع ده إحنا أطلقنا على السوشيال ميديا على الفيسبوك بالأخص صفحة لتوعية المريض عن مرض قصول الغضة الدرقية صفحة اسمها بيت الصحة المريض بيقدر يتابع من خلالها كل جديد عن هذا المرض في حاجتين كبار جداً بيضد العينة القلم والدم ما هو تعريف النزيف أو البليدين لأسباب بطنية مشكلة في الوعاء الدموي ولا مشكلة في الصفائح ولا مشكلة في شلال التجلب عشان كده لازم نعمل وظائف صفحة الأستاذ الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة عميد كلية الطب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مدير مستشفى الأمراض الباطنة قصر العيني مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة رئيس قسم الطب الحالات الحرجة جامعة القاهرة المعلم المثالي ستة مرات على مستوى كلية طب جامعة القاهرة الطبيب المثالي 6 مرات على مستوى نقاطة الأطباء تم تكريمه بإطلاق اسمه على دفعة 2015 كوليد طب جامعة القاهرة رئيس الجامعية المصرية لطب الحالات الحرجة عضو الجامعية المصرية لأمراض القلب عضو الجامعية المصرية لأمراض الكلا له 180 بحث منشور في مجالات العلمية والمحلية والعالمية مؤسس وحدة الحالات الحرجة بالقصر العيني رأى الطب الأمراض الباطنة في مصر والوطن العربي قام بتأليف كتاب الأمراض الباطنة أستاذنا العزيز وكيمة الأعمال الكبيرة وفخر العرب للأمراض الباطنية أهلا بيك أستاذ أهلا بيك هذا يوم عيد الله يحبك ويوم عيد في الدكتور كمان الموضوع نفسه الشك ليه حضرت كثرة الشك اللي عاد والله الموضوع لازم أصل فيه ناس كتير قوي مش فهمة يعني واحد عنده شك وده خطوط ما تفهمش دي فلو أطلقنا عليها شوية نور كده هتبقى كويسة بالنسبة للجمهور وبالنسبة للإدكات راح نقول بعض النوقات هتنفحها جدا 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 سواء في مذكرتك زي ما انت بتقول أو في الممارسة يعني هو شافه عين امتى يقول ده شكت امتى يقول عنده شكت يعني مش كل عين ضغط واطي لأ مش شك فده مهم موضوعه مهم أول حاجة دي في النشاء التعريف ما هو الصلة في تعريفين تعريف صح وتعريف غلط فنبدأ بالغلط يقول لك الشك واحد ضغط واطي الضغط الواطي أحد ما ظهر شك لكن مش هو التعريف ممكن واحد يبقى ضغطه مية على ستين وتسعين وماشي على رجليه وزي الفول هين شكت تمام؟ شك هو كمية الدم اللي رايحة الأنسجة قليلة بس بقيت شكت طيب نعرف منين اختار نسيج له علامة خارجية اختار نسيج له علامة غير الضغط الواطي بقى حرص هو ضغط واطي ده احنا كلنا متفقين عليه أنا هختار نسيج الكلة يبقى أول مظاهر شكت النبول وقل لأن الكلة مش هاتيشتغل ثم المخ تبتدي يبقى مش واعي وهكذا فالشق ديفكتف توشي بيرفيوشن يعني نقص ارتواء الأنسجة لكن المظهر الأول فيه هو الضغط الواطي طبعا هنقول ليه ضغط واطي دي هنتكلم عليه بالتفصيل ولكن هو الأنسجة مش هاخد دم وطبعا من الأنسجة الواطحة جدا نسيج الكلة كلة مش هيجيلها دم البول هيقل خلاص بقى العين ده عنده صدمة من نوع معين هو اللي تقال عليها الصدمة 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 هي على فكر الترجمة لازم نشولها نلقلها كلمة تانية لأنه كنت رجاء الكلمة العربية للصدمة صدمة نفسية يعني صدم ولكن صدم في مثلا في صدمتها الأنواع لازم نلقلها كلمة عربي تناسبها الأنواع عندنا أربع أنواع عندنا أربع أنواع للصدمة أنت كقلب ومش قادر تشتغل خلاص المضخة وقفت الترمبة بطلت يبقى دي هنسميها صدمة قلبية كارديوجينيك شوك قلب جاله جلطة لا قدر الله فالعضلة حتة منها بازت طبعا مش كل واحد جاله جلطة عنده شوك الناس مش عايزها تفهم غلق لكن لما تكون المسألة كبيرة شوية بيقى العين شوك لأن القلب كمطرمبة بتر فالضغط بيقع يبتدي الأنسجة ما ترتويش يبتدي يبقى العين ده عنده صدمة أو شوك دي اسمها كارديوجينيك شوك دي مرة واحد مرة اثنين لا قدر الله حادثة عربية أو جراحة وبيشتغل وفقت دمه احنا عندنا خمسة لتر لو فقدت اثنين لتر ضغطي حيوق دي هايبوفوليميك شوك اللي هي نقص دم نقص كمية حوادث السيارات بعد الجراحات ايا نزيف جهاز صدمي واحد عنده دولي مريء ممكن يجي شوك لأنه نزف كمية كبيرة جدا دي سهلة يبقى دي هايبوفوليميا يعني نقص الحجم نقص حجم الدم كده نمرى ثلاثة قفلت على الدم انا ليا سكة ماشي فيها جيت هنا وروح تقافلي السكة بتاعتي الدم بييجي من الوريد الاجوف العلوي والوريد الاجوف الثوفلي الى الازين الايمن الى البطين الايمن الى الشريان الرئى قفلت الشريان الرئى يبقى الدم مش هروح نعيد الشمال السكة الطبيعية بتاعته زي جلطة الرئى يبقى شوك اسمها Obstractive Shock يعني شوك نتيجة قفلها زي لو حطيت مية حوالين القلب بكان بضغط عادي انا جبت قلبي بيعمل كده حطيته جوه بلونة وعليت الضغط في المية مش هيضر يعمل كده مش هيقت فالدم مش هيخش في القلب وبالتالي مش هيطلع وبالتالي اللي عني يبقى شوك مستسأل حوالين القلب او بمعنى اصح بريكارد اليفيوجي بريكارد اليفيوجي بس وصل لمرحلة اه ووصل لمرحلة كاردك ثمبونات يبقى احنا قلنا ثلاثة انواع مهمين جدا نمر واحد كاردجانيك عضلة قلب بازت نمر اثنين نقص دم حدسة نمر ثلاثة قفلت السكة زي جلطة رئة او ماي حول القلب بضغط عادي نمر اربعة دي نقول فيها سبحان الله ولي ما قلش سبحان الله يبقى عايزي تضرب في لس كتير عايزين تضرب اعتقد لما يسمعني نحاول لك حاجة ايمن كنت بشرح الحدة دي كان عندي واحد دكتور متياز ملحد لا اله الا الله كان طبعا صعبان علينا كلنا انه هو ينكر وجود الله لا اله الا والله العظيم والله العظيم انا بشرح الحدة دي سبحان الله لوحده لوحده سبحان الله تقولوا انت ايه والله اتعجبت انه قال كده لان فعلا الحدة اللي جاي دي النوع الرابع بقى من شمك تعال ندرسه كويس انا قاعد معاك دلوقتي بتكلم قول لي توزيعت الدم يعني عندي خمسة لتر متوزعين ازاي حتقول لي الامعاء رايح لها 15% انت ممتاكلش وللجلد الدنيا سقعة شوية التكيف حدكو حلو جدا رايح 3% والمخي لاني بفكر هيزيد الدم شوية اه والقلب وهيكزر اه انا سبتك دلوقتي واطلع تجري جري قول لي توزيعت الدم تعلي تتغير العضلات هتاخد الجزء الاكبر لانك بتجري والرقة هتاخد جزء كبير لانك بتجري وعايز اكسوجين وهتزر طب نمت توزيعت هتتغير توزيعت الدم بتغير كل دقيقة كل دقيقة حسب هذه التوزيعة محدش يقدر يعملها غير ربنا سبحانه وتعالي اه مفيش لدوة ولا دكتور ولا عفريت قدر يلعب في التوزيعة دي اه واذا بازت التوزيعة العاني بقى شقط اه الديستريبيوتف specialized اللي هي شوق التوزيع التوزيع غلط بتحصل في اكثر من مرض زي اللي ياخد حقنة بنسيلين وعنده حساساله متبوزة تانية توسع حتة مفروض تقفل واتقفل حتة مفروض توسع وحدا العاني بقى شاطئ زي مرض مهم جدا هنفرد له حلقة هيباتورين والسندروم اللي هو الفشل الكبيدي الكلوي كل مشكلته ديستريبيوش تخير كل المشكلة توزيع توزيع ده مخاطئ بيروح مثلا في منطقة البطن عند الأمعاء ويتدفق وعند الكلة وميروحش فيعمل كوارث ده يبقى عندين أربع أنواع كارديوجينيك قلبية هايبوفوليمك نقص بكمية وبستركشن قفلت زيجا أو ديستريبيوتف اللي هي التوزيعة غلط هنبدأ بالأول هنا كارديوجينيك أحسن مثل الكارديوجينيك شوك أحسن مثل جلطة الألب انسداد الشرين التاجي انسداد الشرين التاجي له أكثر من صورة فمثلا ممكن يحصل والعين معرفش خالص طب ونعرف إحنا إزاي داخل عمليات يعمل زايدة وسنه ستين سنة قلنا نعمل له رسم قلب عشان نبقى ناس محترمين نعمل رسم قلب نلاقي جلطة قديم يعمل حاج جالك واجع في صدرك لا أي حاجة فممكن تبقى سايلنت كتير جدا وممكن يجي لك المريض بعد كاب ينهج وابتدى يحصل هبوط في العضلة لأن جاله انسداد الشرين التاجي ولم يدري فدي أحد الصور مش كل واحد حيبقى شجد نمرة اتنين المشهور جدا جدا اللي هي مثلا أكتر من ستين في المهم الحالات الألم ألم الصدر دي بتشير إلى انسداد الشرين التاجي هي بتبقى ألم شبيهة جدا بالذبحة الصدرية جدا وتخلف عن السبحة الصدرية في نقط بسيطة جدا جدا الزبحة الصدرية بيبقى الألم في نص الصدر مش تحت السدر الشمال زي ما الناس فهم في النص جاز يمين متطوح شمال أو متطوح يمين جاز أو في منطقة البطن هنا بيبقى نوعه كأن واحد قاعد على صدر حجر أو سكينة مشان كاسما ذبحة صدرية أو حمودة يحس إنه حرقان فده طبعا مضلل جدا يعني كثيرا من المرضى ما تتحكشي شوريان تاجي عاملين منظار منظار على المعد لأن الألم هنا وحمودة يبقى مكان الألم ضللنه ونوع الألم ضللنه لما يبقى هنا يبقى سهل ولما يبقى حجر على سيء يبقى سهل إنما ساعات يبقى ساعات المريدة فانم يضلل بالدكتور يعني يقول له يقول له لا أحرف هس الألم نجلي بعد أكلت كم ده وهو ألم هو ألم جلب هو دكتور يقدر يطلعه بسرعة جدا يقول له هل الألم ده له علاقة بالمشي فيجيبه يقول له لما مشي نفس الألم يجي والحرقان يجي لحمودة أنا شفت عدد تبير جدا من الحالات متشخص عن المشكلة في المعدة وهو مش كده خالص الألم بيقعد دقايق ده بكلم عن الذبحة الصدرية مش عن المستداد دقايق تلت دقايق أربعة دقايق خمس دقايق حتى لو عشرين دقيقة اللي هي تلت ساعة فهي عشرين دقيقة يعني بيسمع في كدف الشمال عادة عادة بيسمع كدف الشمال والسبعين دول واللي يجيبه المجهود وليس الانفعال الأفلام العربية كتير منها بوزوا فكر الناس يطلع بره بيت يا مجرم ويمسك سدره نادر إنما اللي يجيبه المجهود يطلع سلم يمشي يجري طيب الأكل الساعات لكن الأكتر من الأكل الحاجة الساعة لو شرب إزازة حاجة ساعة الألم يجي له ألم الذبحة الصدرية والناس يطمنه تقول له أصلها ساعة ويعمل التقلص في المريء وده غلص فده اللي يجيبه وبعدين اللي يضيعه بقى يا إما أرسل تحت اللسان وحنوقف عندها يا إما يرتاح كثيرا تبقى أنت في عربية تققف في الإشارة تلاقي راجل ماشي في الشارع وبيمد وفجأة وقف حط إيده على سدره وبعد شوارح مكمل وهالإشارة بتطول ساعة بتعطره بساعة تلاقي يكمل ده زبحة صدرية اللي هو أوقفه الألم دقايق وراح مكمل تاني أنا عندي وكيل نيابة يعني أنا أجمل حالة شوفتها في حياتي يقول لي أنا إيه بمشي دوم الساعة تديق علي الساعة دي تديق علي أو مقف أو مقف أفك الساعة وحطها في جدي وأكمل ماشي أه تبقى لأ ما فيش حاجة اسمها كده في الطب ما خد نهاش دي طلع الألم بدل ما بيجي هنا بيجي في الرست وهذا وارد فبيقف هو بيتيق له لما يفوكس هو وقف خلاص بدام ووقف الألم بيروح الأرس اللي تحت لسانه وقصة عن نتكلم عليها لأنه ممكن كده يضلل لدكتور يضلله فيه ألم كتير جدا يحطه تحت لسانه ويروح الألم زي الحالة النفسية واللي عنده كارتاك نيروزيس لما بتديه لأرسع تلسانه بيروح فمش عايزين دي كقارينة طب نيجي من سداد شرين تاجي اللي ما عملش شق اللي هو ألم قلنا زي الزبحة بالزبط مع عدم الألم جاه من غير ماشي المرة دي جاه وهو قاعد أيهو مرتاح الألم طول الألم شديد جدا سفير نكلمك واحد في التليفون يا أيمان أنا أبراهيم أنت أبراهيم مين يا أم الحج أنا اللي بتعالجني من زبحة الصدرين أخبارك إيه يا أم أبراهيم والله الألم يا دكتور جاه لي وأنا قاعد مرتاح يا دكتور أيمان الألم شديد قوي يا دكتور أيمان الألم طول مش متعود عليه تروح سأل السؤالين عرقتي يا أم أبراهيم طرشتي يا أم أبراهيم حبعت لك الإسعاف يا أم أبراهيم لا دي من الإسعاف لا دي الخمس حاجات الوقيء والعرق ظاهرة مش حلوة إطلاقاً في ألم الصدر وده بسرعة على المستشفى بسرعة شديدة جداً لأن دخول المستشفى كل دقيقة بتفرق لو خد الدواء اللي بيدوه بالجلطة بدري مشكلة امتهت لو دخل أسطرة بدري المشكلة امتهت إنما لو فضلنا بقى نفكر لا ما تخافش لا ما تقلقش طب حاجيلك البيت لا ما تجيش البيت آه العين بيزعل أقول له إزعل يقول لي طب ما أنا تعالي عشان تقول لي روح إلى المستشفى أقول له لا أنا بقولك من دلوقتي الوقت ده خسارة فهو يروح على المستشفى إنما ده أحد المظاهر للانسداد الشرينتاجي وهو الألم المظهر التاني خلى الضربات القلب واحد قاعد في أمر الله بيتفرق على التليزيون مع أولاده وفجأة يلاقي قلبه ما الله أخبط سواء رفرفة أزينية زبزبة أزينية أو السرعة تصارع شديد جدا أي حاجة من دول قد تكون جت بصورة أخرى وهي صورة اختلال ضربات القلب الصورة برضو المشهورة جدا جدا فجأة هبوط في القلب قول لي أنا قلب أقولك القلب يا اليمين إيه الشمال إذا كانت الجلطة في العضلة اللي في الشمال حيجيله بصورة نهجان وكحة ورغاوي طلع اللي هو هبوط بها يسر جاهة يمنى قصة ثانية خلص أوردت الرأبة منتفقة الكبد في أصوات معينة على السلاسي فحسب يا ترى الجلطة جدا 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 الشمال ولا يمين بتعمل هبوط هبوط في الجاهة اليسرى بتعمل احتقان شديد في الرأة اللي احنا نسميها مية في الرأة يعني العين بيطلع رغاوي رغاوي أكيد بالمرأة يديم اهه اهه إذا كان يمين كويس اليمين يلخبطني مع جلطة الرأة اهه مع البلمرأة أموليسرى اهه الريت انفرشن مع البلمرأة أموليسرى ونادر الرأة هو الريت انفرشن نادر؟ لا مش نادر لا مش نادر الكتب كانت تقول انه هو أقل كان أيمين اقولك جلطة عن الشمال لا لا خالص اه مش نادر خالص خالص اه فده حسب اني شريان اللي تقفى اليمين ولا شمال وكاد فأدي احد الصور او لا قدر الله يكون موت فجائي الموت الفجائي احد اسبابه انسداد شرياني احنا تعرف ان احنا بنبحث دلوقتي كيف نمنع الموت الفجائي فبنجيب الناس دول قبل ما يشتكوا اي واحد مثلا من أسرة سيئة السمعة في القلب الاب عامل قلب مفتوح والأم حتى دعمات والأخ جاله كذا ده امسكه ولازم يشوف نفسه كويس جدا او بقى يجيله شوق الشوق اللي هي هتبقى كارديوجينيك شوق اللي هي دي من أخطر أنواع الشوق اللي هي العضلة مش قادرة تطلع الدم لان فيه جزء عطل فالباقي مش قادر جزء مات مش عايزين نقول مات لان جازل حقه اه هو زي الضفضاء الضفضاء في الشتاء تقول عليها ميت وهي صحي فهي بتبقى جزء قاعد مرتاح كده لكن حنحركه لو فتسلكناه ده في الشرية دول اللي بنفرح بيهم جدا جدا ايما لما يجوا بدري خشوا القسطرة يسلكوا بيقوا زي الفل او ياخد الدواء الدواء اللي هو بيفك الجلطات اه اه بس المهم بسرعة السرعة دي ساعات الاقي احنا في المحور وقفلين وعربية اسعاف نفسها تعدي وكل الناس ولا هنا اه كل واحد بيفكر انه يمشي وراه ده ده الانسان الوحش اوي اوه اول حاجة والله تعلمناها ما سافرت برا اول حاجة تعلمناها ازاي تفضي الطريق لعربية اسعاف تخيل دي محاضرة تخيل دي محاضرة كيف تخلي طريق العربية اسعاف عشان تعلم الناس يعني انت لما تيجي تروح انت جاي هنا وجاي مين واقف واللي بعديك يعمل كده بتشيب الشمال كله ده ورا ده ورا ده هتلاقي في الشمال الفضي او الحتة اللي متعلمها بأصفر علمين ما حتش يمش بيها فبيقى صعبانها جدا علي جدا الان ده لو وصل بدري هيقعد في وصل ولاده انما التأخير ده خطير جدا يا حبازة بقى لو نعالج المريض بتاع جلطة القلب فعربية الاسعاف اه طبعا ده ده المحترفين بقى قوي اه اه يدوبلوا الجلطة فعربية الاسعاف تبقى هيلة اتشخص صح عمل المعامل كلها عمل رسم القلب وخد العلاج يوقفوا المحو مروقفوش مش هتفرق معها بقى ده القلب في حاجة ثانية في القلب احنا كده خلصنا اه كتير اه بس ده الأمثل اه ده الأشهر الأمثل اه ده كارديوجينيك ده كارديوجينيك هايبوفوليميك بقى ده سهل جدا جدا بس نلحقه برضو بدري لماذا؟ اه لو واحد فقط جزء كبير من دمه هيفتدي الجسم يعمل تغيرات حتى لو ادي الدم مش هتصلح اه حتى لو ادي الدم مش هتصلح فلازم يتعالج بدري جدا ست متولد نزيف شديد بصرحة جدا لازم عندها تصل الى اللي انت عايزه عايز تشيل الراحم شيله بس انقص حياتها لان لو سبتها فترة ضغطها هواتي كتير قوي هيبقى في مشكلة بعد كده هي مش هتقدر عليها ولا اي دكتور في الدنيا يقدر عليها فدي برضو الهايبوفوليميا مهمة جدا حوادث الصغيرات لازم يرجع على المستشفى بسرعة جدا عشان يتعلق له دم وصلح له ضغطه تصليح الضغط ده بيبقى اكثر من طريقة يعني مثلا هقول مثل جيد جدا في القلب كارديوجينيك شوك لما القلب يهبط كده فمفيه ادويات علق ضغط لكن فيه مانوفر يعني حاجة بنعملها جميلة جدا هو قلب ضعيف يقوم يدوبك يطلع القلب فوقيه طب منازق اللي فوقيه ده اللي بقيت الجسم هحط له بلونة في الأورطاق اول ما الدم يطلع تتنفخ لما تتنفخ هتروح زق الدم على كل جسم انتر أورطيك بلون أكا وانتر بلساش دي رائعة رائعة يا ما انقذت حياة الناس لما يجيلك شكت شوف الأدواء ما نفعلش نركب بلونة على طول بلونة في الأورطاق كأنها قلب مشاعد اه كأنها قلب مشاعد فدي كويسة جدا 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 فحالة التانين اللي هي واحدة ستة ولدت وكده تصرف بسرعة جدا وعا تتأخر بسرعة طبعا الدم هو الأساس تعويض الدم من فصلته طبعا ونخلي بالنا من ما سيحدث بعد ذلك النوع الثالث ده الانسدادي اللي هو زي جلطة الرئة الدم طالع من اليمين لا السكة مزدودة مرحش الشمال ضغطي واقع لأنه مفيش دم في الشمال أو قليل فده طبعا بنديله أدواء بسرعة جدا تدوب جلطة الرئة جلطة الرئة عايزة قاعدة يا أيمن كاملة عايزة قاعدة كاملة لأنه مهم جدا جدا ومنتشر ده منتشر جدا ده منتشر جدا ومن الحالات اللي ما بتشخصش عشان كده العلم حطله قاعدة حلوة جدا العلم العلماء حطله قاعدة رائعة أنا يعني بفضل أكررها حتى وانا بتكلم عن المرارة اتقلوا خلي بالكم تعونوا إلي زي بتاعلي جدا عشان يفضل الواد بتاع كل الطب تخرج بزي انت تعالج بالاشتباه 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 أول ما تشك عالك ما تستناش لأن الجلطة الشمالة تساوي بساتين حياة بالاشتباه طيب بتيجي في مين في ناس محدودين اللي راقت الرجلي ما بتحركش فده خطير جدا بيحصل جلطات في الرجل والأكتر من الرجل الحوض الحوض أكتر من الرجل مليون مرة وتتحرك تروح الرئة تقفل الدنيا وتعمل مشكلة كبيرة عشان كده كثيرا من الناس اللي نويين يعودوا ما عندهمش أي موانع لمسيلات الدم بلعمل كده أقول لك الرجل اللي حيرقوه تسير ادينه بقى هبارين من الأول شرف كبير لنا هذه الزيارة أستاذنا سواء دكتور حسين موافق كان منيرا كعادته في الدكتور خليكم دائما مع الدكتور ضيف العزيز أستاذنا سواء دكتور السيد الأخرى أهلا بك عايزة الحوار المثير ده لأنه نارده فيه مفاجئات وحوار مهم العلمي وتفسيري مهم جدا لكن هو السؤال اللي أنا طول الوقت طول ما أنا جايب أسأل نفسي لماذا بطارة راحة المهاجرة الآن؟ سؤال من 1860 من أول اكتشاف المرض عند عالم جليل روكتانيسكي تحت المايكروسكوب واكتشف بؤرة بطانية الرحم المهاجرة إنه خارج من مكان الرحم وبدأت القصة من اليوم ده بعد ما كان المرض هل بجد صدفة ولا ليه قواعده الخاصة ولا هو كيان كامل ليه فلسفة وليه أدواته وإحنا نجهلها؟ أحياناً نكتشف المرض ونربطه بطريقة ظهور بشكل معين فنفاجأ إنه ما تمشيش مع طرق تانية بمعنى آه ده بطانية الرحم المهاجرة هذا الكيان الغير إكستراردينري الغير اللي هو إكستراردينري يعني غير تقليدي آه غير تقليدي متفرد إن بطانية الرحم لو اتفقنا إنها يا الجزء لو ده الرحم يا الجزء المبطن للرحم هذا النسيج اللي موجود في هذا المكان وليه علاقة بالدورة الشهرية إيه علاقته ببقية الجسم كيف تتواجد هذه الخلايا في أماكن مختلفة يعني إيه مريضة تيجي تنزف من العنف فتجد بطانية رحم مهاجرة يعني إيه مريضة تكح فينزل دم فيطلع بطانية رحم مهاجرة يعني إيه مريضة يحصل فيه الحاح بولي وتبول أحياناً لإرادي أو متكرر فتكتشف إنه مش التهاب ده بطانية رحم مهاجرة إنه فيه دم في البول دم السرطان ده بطانية رحم مهاجرة يعني إيه انتفاخ في البطن ده بطانية رحم مهاجرة يعني إيه ألم في العضلات ده بطانية رحم مهاجرة يعني إيه تعب لا تشف منه أبداً كورونيك فاتيك سندروم ده بطانية رحم مهاجرة يعني إيه كحة وأزمة ده بطانية رحم مهاجرة يعني إيه حمى بحر متوسط بتطلع بطانية رحم مهاجرة يعني إيه مالتو بالسكولوروزيس ويطلع بطانية رحم مهاجرة يعني إيه خلل في الغدة الدرقية ويطلع بطانية رحم مهاجرة يعني إيه بقر في الجسم طلعة ونديول ورم في العضلة البطن تطلع بطانية رحم مهاجرة يعني إيه دمور في عضلة ويطلع بطانية رحم مهاجرة يعني إيه ألام في السياتيكة والأعصاب ويطلع عن موضوع بطنة راحة مهاجرة يعني ايه يعني ايه هذا الوحش داخل المرأة وبيظهر امتى واذا كان ليه توقتي معين فازاي كمان يطلع لبنات لسه الدورة ما نزلتش اذا كان احنا بنقول مرتبط بالدورة يعني لو قلنا ان خلاياه بتنتقل عن طريق الانبيب وتخرج برا يعني فنلاقي انه هو موجود لبنات مش موجود ليهم ارحم اصلا وفي بطنة راحة مهاجرة الله مش كنا بنقول لو شن الرحم نعالج بطنة راحة من مهاجرة طب اللي ما عندهاش رحم عنده بطنة راحة مهاجرة ازاي طب مش قلنا لو شن الرحم والمبيضين بالتالي اذا كان هو بيعتمد على الهرمونات اللي طالع من التبويد فشن المبيض اهو واذا كان هو بينزل من الرحم فشن الرحم اهو فتتحل المشكلة فاللاقي ان فيه بطنة راحة من مهاجرة يعني ايه بعد سن انقطاع الدورة ميطلق غلط يعني غلطاً كده او يعني عطاً جملة خطأ انه سن انقطاع الدور سن اليأس ويطلع بعديه بطنة راحة من مهاجرة الله يعني ايه ان بعد انقطاع الدورة واوتاخد بعض الهرمونات التعوضية فتنتشر بطنة الراحة من المهاجرة طب انا شعرتي الكيس راجع تاني ليه طب ايه كمان بطنة رحم المهاجرة هل كان الحل فقط هو جراحي ولا دوائي ولا دوائي جراحي وهل بطنة رحم المهاجرة هل هي فقط بس اللي احنا بنتكلم عليه كيس لتشوكولات يعني كيس اللي موجود الكيس لتشوكولاتة اللي موجود في المبيض ولا احنا بنقسمها الى اوفيرين واكسترا اوفيرين يعني ايه يعني في المبيض وخارج المبيض وفي المبيض وخارج المبيض فنيجي نقسمها تاني داخل الحوض وخارج الحوض يعني لو جد في المبيض والأعضاء المجاورة ليه فدموها ده آخر الحوض يعني خلاص بالمجاورة بدأ المرض ينتشر من عضو إلى آخر بالتلامس بس تفصل إزاي للي راحت الرئة وتفصل إزاي أن يحصل كاتامينيال نيوموس هوركس يعني يحصل فيه تجمع أو هواء داخل الرئة شهرياً أو مع الدورة الشهرية أو يحصل كحة دموية شع حتى لو كان رير فنيجي نقول عنوان كبير لماذا بطاني ترحم المهاجر رقم واحد هو أنا جالي ليه بطاني ترحم المهاجر زي أسئلة كتير جداً من البنات مش مانا للي جاني بطاني ترحم المهاجر هو ده خلل ولا وراسة ولا طريقة أكل ولا هرمونات غلط ولا تعرضت إلى البيئة هل هي ده فقط الأسباب ولا في أسباب أخرى المرض ده له طبيعة هرمونية له طبيعة تأثيرها هرمونية لأنه برضو وله علاقة بالبطنة وثيقة إحدى مرضانا الجميلات بتقول إيه تقول لك بدأ بس يتكون بدأ يتكون التهابي ده شكل التهابي وصل لمرحلة الصديق فبدأ من كتر هذا الالتهاب بدأ يحصل تضخم فتحات الحتة دي مهمة قوي حتة مهمة قوي حتة أنه تدل على أن هذا المرض مناعي ما يسمى بإرتيكولات سيستم بورولي فريشي اللي هو تضخم الجهاز المسؤول عن إنتاج الخلايا أو التعامل مع الخلايا ده الجهزة للتصدي للالتهاب زي الطحال فتضخم الطحال هنا في مرض في حالة مش المفروض تضخم الطحال احنا بنخاف منه ليه نفكر إنه ده قد يكون مرض قد يكون أوراق لكيميا لكيميا لينفوما الكلام اللي هو ده اللي كن السراطنات خالص أو إذا كان بدأ يحصل صراطنات الدم أو بدأ يحصل زي ما أنت قلت إيه بقى بدأ يحصل وبدأ ينتج بقى إحنا كنا عاوزين نمشي بخطوات يعني إيه النهاردة تأكيدية وستيب بايستيب للناس عشان أنا نفسي كان يفهموا النهاردة بجد كيف تنشأ أو تصنع بطنة الرحمة المهاجرة ثم تصدر خارج مكانها الطبيعي وإيه هالتوازن ما بين هرمون الإستروجين والبروجسترون ولو هو مرض أصلا بيعتمد على غذاءه الحقيقي الإستروجين هرمون الإستروجين هرمون الإلوسر وبالتالي يبقى فيه خلل فيه خلل لإنتاج هرمون البروجسترون عشان كده معظم الأدوية الخارجية تبقى هرمون البروجسترون أو البروجستروجين زي كلها المصنعة بكل أسماءها المختلفة عشان يعدل الإستروجين وبالرغم بعض الأدوية اللي بتبقى بنيديها زي نظائر الجنادوتروبين عشان توقف الإستروجين اللي نلاقي برضو المرض أحيانا على بعض الأدوية اللي توقف الدورة بينتشر وبيكبر إيه ده؟ لإنه هو عنده مصنعات الإستروجين الموضعي يعني لما تحرمه من الإستروجين العام في الجسم هو كل بقرة بقى تطلع إستروجين خاص بيها شوف قديه ماكرو ولقمه وعنفه ولما بتدي بعض الأدوية زي الأرموتزن هيبتورز اللي بتدور أنه ما يكونش الإستروجين فيبدأ يتحسن الوضع ويأثر لبعض الناس وليه بعض الناس الجيناتكس اللي هم أرايب واللي نساب بالبيطانة الرحمة وماجرة تبقى موجودة فيهم تصل أحيانا إلى طبعا أضعاف نلاقي كمان عندهم أن نسبة البروجسترون في جسمهم أقل من الطبيعي فيؤكد انتشار المرض عن غيرهم وعلى مستوى الخلايا والماتريكس اللي موجودة فيها الأرضية اللي موجودة فيها بطانة الرحم والتوازن مع المتالي بروتينز إنزايمز والتيشو مثالي بروتينز إنهيباتورز يعني أنزيم موجود في بطانة الرحم مسؤول على إنتاج الخلايا بتاعت بطانة الرحم ووحد تاني يوازن أن البطانة دي ما تتوغلش فإزاي واحد يبقى أقل من التاني فتلاقي أن البطانة تتوغل لما تخرج برة مكانها الطبيعي فتتوغل في الأنسجة ليه عندها استعداد تبقى إنفيزف تغزو الأنسجة تخش تحت البريطون يعني إيه ده؟ إيه الكدرة دي؟ عندنا نظريات مختلفة كلمة قصية جدا ولكن النهاردة بس عشان يبقى الحالة دي ما تعديش لأنها صعب إنها تتكرر بجد لو إحنا هبدأ بحالة إن إحنا بنتكلم على بطانة الرحم المهاجرة وعلاقتها بالمسانة البولانية حالة سين ولا حالة نون قبل ما نتكلم بس نبص بصة صغيرة هنا لو إحنا قلنا رجعنا للستوديو هنا وقلنا ده الجهاز البولي كليتين كده آه آه بالضبط كليتين حالبين مسانة البولية رحم رحم بس موقع الرحم الرحم كليتين هل ممكن بطانة الرحم المهاجرة لو كده واضحة الأمر قولي آه بس عايزة أشيل الكب تبعيته من المنظر أيوة كمم واضحة الصورة كمم آه حلوة كليتين الكالية تنزل البول من الحالب حيروح المسانة البولية المسانة البولية على بار على مجرى البول خارجين إزاي بطانة رحم المهاجرة احنا اتفعنا لو ده مبي الرحم خرجت من الرحم وراحت الجسم كله لكن إزاي تصاب المسانة البولية بطانة رحم المهاجرة إزاي تصاب الحالبين بطانة رحم المهاجرة زي صاب الكلب ببطنة الرحم المهاجرة المسانة البولية ممكن تصاب المسانة البولية ببطنة الرحم المهاجرة يأما برايمر الليجن يأما جالها فيها مبدئيا مباشرة فيها أو اتنقل لها بالجوار يعني يأما أثناء الجنين في بطن الأم لو قلنا المسانة البولية هنا يبقى ما بين المسانة البولية والرحم في جزء من تكوين الجنين يفضل موجود يأما بين فازايكو يوترين أو فاجين وفازايكل يأما بين الرحم والمسانة البولية يأما ما بين المسانة البولية والمهبل يفضل كامل الأنسجة دي لغاية لما البنت تكبر ويدب فيها هرمون الأستروجين والدورة الشهرية تنشط الخلايا دي اللي موجودة في علاقتها بالمسانة وتبدأ على سطح المسانة وتتوغل لداخل المسانة دي لو كان برايم ريليجن في المسانة البولية يأما ياتروجينك يعني بسبب جراحة قبل كده جراحة قبل كده ايه؟ في الرحم أثناء عملية كيصرية أو السقص الرحم أو السقص الورام ليفي بعض الخلايا تخرج وتنغرز في المسانة البولية لو جرحت أو بقت على الخلايا الخارجية فتنزرع جوه يبقى ده شكل من أشكال المرض الموجود في المسانة البولية تيجي المرأة تشتاكب ايه؟ تشتاكب تكرار في البول حرقان في البول أحيان بول مدمم ممكن تشخص على أنه سرطان في المسانة البولية هل ممكن نتعامل مع البطانة الرحم المهاجرة في المسانة البولية؟ آه ممكن نسقص للورام؟ آه عن طريق ايه؟ يأما نخش بمنزار مسانة بولية منزار في المسانة البولية يأما على منزار البطن ونتعامل طيب ده هنتعامل النهاردة ممكن نعرض أكثر من 15 حالة من داخل المسانة البولية في البطانة رحم مهاجرة داخل المسانة البولية اللي فوق دي الدكتور حطت إيدو عليها دي دي المسانة البولية وتحتها الرحم وتحتها الرحم آه تحتها الرحم لكن احنا هنا كمان هنعرض عن حالة بدأ يحصل تلايف وبطانة رحم مهاجرة أصابت الحالبين لدرجة قفلت عليهم وبدأ الحالبين دولة يرتشحوا يعملوا ضغط فقط يعملوا ضغط لو اعتبرت الكالية دي بتنزل البول كده آه والكالية دي بتنزل البول كده آه وبعدين هينزلوا في المسانة أيوه تتميل المسانة يخرج البول بره لو اتضغط هنا وهنا بيبدأ يحصل إيه حوض الحالب ده يتوسع يتوسع آه وبعدين كده حوض الكلا لو بدأ يقفل يقفل لدرجة قفل تماما الكالية دي مش عارفة تصرف اللي فيها خلاص حصل لها لوس وبعدين يحصل لها ضمحلال وتنكمش وتفشل تماما يعني بمعنى اضاك لو احنا اعتبرت عاوزة اقولي ان حالبين رجعنا بس الصورة دي كده تنقرب منها حالبين اكد ان كل واحد منهم بينزل اهو نرفحها بقى شوية لو احنا قلنا قادي الحالبين ماشي ماشي واضحة كده آه والاخدر ده حالب وبينزل نقط البول والازرق ده حالب تاني وبينزل نقط البول لغاية لما المسانة البولية تحت بتتجمع ولما المسانة البولية هتتجمع منها البول اللي نزل من الكلة باستمرار كده هنفض المسانة لو اي جزء قفل الحالب ممكن يمنع البول ان ينزل بالشكل اللي نازل منهامر ده وبالتالي يحصل ايه ارتشاح في حود الكلة ارتشاح في حود الماء بس تعالى نبدأ من مدام نادية فرحات مرض بطانة الرحم والمواجرة داخل المسانة البولية نقدر نستقصل الورم بالكامل بالمنزار عن طريق البطن وجزء عن طريق مسانة البولية حالة مهمة في منطقة مهمة صعبة صعبة جدا وانها لو قلنا انها فري رير انها نادرة لا ده تصل دلوقتي مسانة البولية في مرض مسالك البولية اكتر من 80% من الحلاب تبقى موجودة في المسانة اكتر من 40% من بطانة الرحم والمواجرة المتوغلة موجودة معها مسانة البولية من شكل اذا كان ساطحي او بدأت موجودة في العمق الانشوف الانشوف مور الانشوف مور ده المسانة والرحم ده بعد على الحقيقة عادي جداً ونخناب منظار البطنة عادينا هنفك المسانة مدام نادية دي عندها ألام رهيبة وتشخصت على أساس أنها ورم سرطاني في المسانة اتخذ عينة من منظار من المسانة في معهد القومي للسرطان وجات للمريضة وكان فيها بطنة رحم مهاجرة لما اتخذت عينة بمنظار المسانة جات المريضة عادي منظار البطن ونفك التصاق ما بين المسانة البولية وما بين الرحم فكنا الالتصاق نسرع شوية الحركة أنا هنا هنعمل ما بين منظار البطن وما بين منظار المسانة البولية فكنا الالتصاق بالتدريج من فوق الالتصاق ما بين المرض بطنة رحم المهاجرة في المسانة البولية العام البقرة حجمها حوالي اللي يقل نشوفها في الآخر حوالي 10 سنتي كبيرة كانت كبيرة نيديول كبيرة بص المسانة البولية بص النيديول دي كبيرة عشان صنع دي مساحة كبيرة جدا لما بتيجي تعمل بطنة رحم المهاجرة على المسانة البولية لازم تكون اعمل منظار مسانة ولازم تكون بص احنا مضلمنا هنا عشان نقدر نكتشف المرض وإحنا عاملين منظار المسانة هو المضيق تحت قد منظار البطن ومنظار المسانة في نفس التوقيت دكتور كريم أمر شغال بمنظار المسانة بيعمل هنا ايه هنا بيعمل دي ماركيشن جوه بالاندوسكوب في منظار المسانة لغاية لما حددنا المرض داخلين بمنظار المسانة من خلال منظار البطن احنا كنا محددين عاملين دي ماركيشن للمرض يعني ايه دي ماركيشن حددنا المرض المكان الطبيعي الغير طبيعي احنا هنا بنعمل ايه كنا بنقب بعض الاوعيات داموية اللي من المسانة نحنا بنفتح المسانة ادي البروتون اللي مغطي المسانة ادي الفابت او الدهون اللي موجود على المسانة بدأت هنا افتح المسانة البولية واستقصل الجزء المرض اللي موجود من المسانة. كياننا بنعمل بارشر سيستكتوم. جزء من استقصال المسانة البولية بالمرض. نقلل السرعة عشان تبني الصورة لو سمحت. المرض اهو. شوف البقرة اللي هي موجودة على الناحية اللي مين. اللي مساكها دي. شوف المرض كبير قد ايه. بنقدر احنا محددين ما بين الجزء المصاب من المسانة البولية. احنا دلوقتي بنتكلم على مرض بطانة رحم المهاجرة في المسانة البولية. بعيد عن بطانة رحم المهاجرة اللي في المبيض. بعيد عن بطانة رحم المهاجرة اللي موجودة في الحوض. اللي موجودة على المستخيم. اللي موجودة على الروابط العجزية. لا بنقرض النهاردة ادي احنا كده داخل المسانة البولية. ده فتحة مجرى البول. ودي فتحة الحالبين هيبانوا دلوقتي يمين وشمال لما بنعمل بنعمل دبل جي بنحط دعمات موجودة تخش في المسانع عشان المفروض ما يكونش المرض قريب من فتحة البول ب2 سنتي وإلا هيعمل ويقفل الحالبين هيعمل دي هيعمل دي استقصرنا المرض وبعد كده الخياطة تماما بالمنزار ممكن نجر الحتة دي بنقفل زي اي نسيج تقدر تتعامل مع المسانة البولئ طبعا تقدر تستقصر منها البتاني تراحل موجرة طبعا تقدر تشخص المرض اتفاقنا ممكن بتشخصه بالسنار وممكن يهرب منك من السنار تشخصه بالامر اي ولو كان اقل من 3 سنتي ممكن يهرب منك من التشخيص الامر اي هو اعلى في تشخيص عن السنار واضق كمان عن منزار المسانة لو كان المرض انترميديت يعني ما عملش اختراق كامل للمسانة البولية ووصل للمكوزة ممكن ما تشوفوش بمنزار المسانة قدر مشوف قد ايه وبعد كده بنطلعه برمورسوريتور فرامناه وطلعناه بتاع الورد من ليفي اللي طلعنا منه اهد الورد عشان ما نفتح الشفاعتها كبيرة وبنعمل نسبكشن البطن كلها ونشوف اذا كان فيه ملتي فوكل يعني هل فيه بطاني تراحم مواجرة موجودة في اماكن اخرى غير المسانة البولية يبقى هنا احنا بصدد اول حالة من حالات بطاني تراحم المواجرة الموجودة في المسانة البولية انت نورتنا لا خليك وساعدت بهذه الزيارة ساعدة غامرة وفي النهاية رسالة اسمعها منك انت اللي هتخدم المعرض ليه جمهورك والله عاوز اقول ان احنا على الدرب مع بعض وعاوز اقول ان لسه طريق طويل للمعرفة الحقيقة الكاملة لمرض مثل بطاني تراحم المواجرة بابعاده الحقيقية بمدى انتشاره بمدى تعمقه بمدى خطرته بمدى الوعي المفروض بمدى حرصنا على بناتنا بجد ان احنا البربنت بيتر دان كيور او البربنتشان بيتر دان كيور الوقاية خير من العلاج والوقاية دائما لا تأتي الا الا بالمعرفة ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ده حتى اتقاء الله وقاية عشان الاخراج يعني اتقاء الله كأنك تقي نفسك من التقية انك يبقى فيه جزء من الوقاية لكن لما ربنا يقوله وذلك اقرب للتقوة التقوة هنا مش معناه انه طقي يعني طيب او انسان وارع فقط ولكن ياخد كل اسباب الوقاية من الوقوع في المشاكل حتى في علاقته بالاخرين او بالمرض الحقيقة انت نورتنا واسعدتنا ويعني فعلا استفادنا استفادة كبيرة جدا من هذه ودايما مبتع ودايما متجدد وعندما اظن ان احنا وصلنا الى ذكر تفصيلي عميق جدا لمثلا المرض ما دائما بتبهرني في اللقاء اللي بعده وبتجيب لي حاجة جديدة للغاية عايز اقول حاجة مهمة جدا اسعدني جدا جدا حواري مع طيور مهاجرة مصرية اسعدني حواري جدا مع سيدة فاضلة عظيمة جدا مصرية تعيش في المانيا حقيقة اسعدتني جدا بحوارها واستماح علينا لقاء مع صديق في هولندا سيدة إبراهيم لقاء مع صديقي في أمريكا السيدة إلياس الناس دي بتتفرج علينا وبتتفرج علينا بجد وأسعدني جدا احساسهم وهم بيقولوا لي ان احنا بنبقى مبسوطين جدا وحنا بنقدمكم للأمريكان او الهولنديين او الالمان على ان دول هما المصرين الحقيقيين خليكوا دايما مع المصرين الحقيقيين وخليكوا دايما مع الدكتور